السلام عليكم أهلا بكم على قناة تعليم اللغة الإيطالية معكم أحمد هلال لنسينيان تيدي اللا لينجوا إيطاليان إن شاء الله يا شباب هنبتدي دلوقتي نتكلم على الجزء الخاص بالقواعد طبعا الجزء الخاص بالقواعد هيبقى متعلق بالتلات سنين مش تلتة بس فعشان كده لازم سيادتك تكون داخل فاهم كويس جدا كل ما هو تم تدريسه بالنسبة للقواعد في التلات سنين أولى وتانية وتانية طيب نبتدي بقى نسمي يا شباب ونبتدي الأول نتكلم على الأزمينة اللي عندنا في المهنة إحنا عندنا في خمس أزمينة يا شباب في أربع أزمينة إن شاء الله هيجوا في أسئلة القواعد والزمن الخامس لو جنة هيجي في القطعة طيب طبعا أي حد محتاج شرح مفصل للكلام ده ممكن يرجع عندنا على القناة يبص على الفيديوهات اللي شرح الكلام ده بالتفاصيل طيب مبدأين تلخص الأزمينة إحنا عندنا في أربع أزمينة هيجوا في الاختيارات يا شباب المضارع والماضي والمستقبل البسيط والمستقبل المراكب طيب مبدأين كده أول جدول عندنا هنا هو كيفية تحويل الفاعل إذا كان اسم عاقل أو اسم غير عاقل يعني الفاعل كان بولو كان بولو دينو كان مدرسة كان دول يبقى إزاي إن أنا حدد الفاعل ده بيسوي إيه متضمارك طبعا عندنا في العشر قواعد اللي قدامنا دول يا شباب اسم مفرد من غير فاصلة هو أو هي التصريف الثالث اسم جامع من غير فاصلة هم التصريف السادس يعني بولو أكين بقولك لوي بولو دينو أكين بقولك هم طب مفرد ورا فاصلة بيسوي أنت يبقى الفاصلة دي بتسوياء المنادة جامع ورا فاصلة بيسوي أنتم يبقى فوي يبقى منادة جامع طيب أنا وفلان يعني نحن أنت وفلان يعني أنتم طب نفس الفكرة لو الفاعل جالي في السؤال يا شباب طبعا الفاعل في السؤال بيجي بعد الفاعل متى يصل الكطار فالكطار هنا الفاعل نفس الفكرة مفرد مش مع فاصلة بيسوي هو طيب اسم جمع وفيش معاه فاصلة بيسوي هم زي اين زهب باولو يبقى باولو فاعل يبقى لوي اين زهب باولو ودينو يبقى هم تصريف السادس طيب الفاعل كان اسم مفرد وراه فاصلة قبليه فاصلة في السؤال يبقى بيسوي انت طيب اسم جمع قبليه فاصلة بيسوي انت طيب بعد كده عمل التلخيص يا شباب اللي ازمينا البسيطة المدارع والمستقبل البسيط اول حاجة في واجه المقارنة الكلمات الدلة طبعا الكلمات الدلة دي اللي انا اول لما شوفها اعرف ان زمن الجملة مدارع او مستقبل بسيط طبعا الكلمات الدلة عن مدارع اليوم الآن الآن سمبر دائما اسبسو غالبا دي سلط عادة قني او توتو زائد فترة زمنية معناها كل ضاء زائد فترة زمنية معناها منذ وما يزال طيب لما اجصرف الفعل في زمن المدارع اتفقنا يا شباب قلنا والله المدارع زمن بسيط كل ساتك بتعمله بتحزف نهاية وتحط نهاية طبعا كل مشروح طبعا التلخيصات المدارع ادي ست تصرفات انا تصرف اول انت تصرف تاني هو تلاتة نحن التصرف الرابع انتم التصرف الخامس هم او هن التصرف السادس طبعا قلنا لو الفعل انا في التلات مجميع او انت اي هو او هي ا او اي نحن ايامه انتم اتي ايتي ايتي هم او هن او او اون اللي تحت دي الافعال الشرزة يا شباب هي الافعال التي لا ينطبق عليها قاعدة التصرف يعني تحفظ كما تكتب في القمص طب نبص على الزمن البسيط التاني اللي هو زمن المستقبل البسيط اول حاجة كلمات الدلة دماني دبو دماني غدا بعد غدا طبعا اي واحدة في الاتنين دول دلالة على المستقبل بروسيمو قادم دلالة على المستقبل بس مجيش لوحدها لازم معها اخوها الموصوف الشهر القادم العام القادم معنى كده ان هي البروسيمو دي صفة يبقى هتاخد تابعية يا شباب بوصف مفرد مذكر تبقى بروسيمو مفرد مؤنس بروسيمو طيب ده جراندي معناها لما اكبر فراء او طرازي هيت فترة زمنيا معناها فيه خلال كلام جميل وزال فل طب التكوين بتاع المستقبل قلنا بنحزف الثلاث نهايات يا شباب ونحط ست نهايات سبتة مع انا رو مع انت راي مع هو او هي را مع نحن ريمو مع انتم ريتي مع هم رانو طيب نبتدي بقى نحلي يا شباب انا اجايب لك على كل حاجة الاسئلة ببعيد فهحلي بسرعة بحس ان انت برضو تنقدر نستفيد باكبر كدر ممكن من الاسئلة اول سؤال دماني تقولت لكلاسي نقط لزعمي غدا كل الفصل نقط لزعمي الامتحنان طب سيادتك هعلم بقى سيادتك هتبتدي تفكر حسب طالب منك ايه في النقط هنا طالب مني تصريف فعل يعني معنى كده عايز فعل متصرف من التصريف الاولاني للتصريف السادس لا يتصرف معا انا واحد انت اتنين هو ثلاثة نحن اربعة انتم خمسة هم ست اعمل ايه سيادتك هتحدد ثلاث معطيات اول حاجة هتدور على زمن الجملة يبقى انا بتكلم يا شباب لو النقط طالب مني تصريف فعل اعمل اللي انا بقولك اعمل اللي انا بقولك علي ده اول حاجة ايه هو زمن الجملة احنا عندنا اربعة زمنة مضارعة ماضي واثنين مستقل يبقى الزمن الجملة يبقى واحد من الاربع اتنين مين الفاعل يعني ايه من الفاعل مش قلنا كل فاعل بيتصرف مع ستة تصريفات صح لو الفاعل ايه وانا يبقى صرف الفاعل لتصريف الاولاني الفاعل تو انت يبقى صرف الفاعل لتصريف التاني لوي او لاي التصريف التالت نوي نحنو التصريف الرابع في انتم التصريف الخامس لورو هم او هن التصريف السادس يبقى اول حاجة لازم حددت الفاعل الزمن زمن ايه الفاعل مين بعد كده درجة التصريف لو الانا واحد انت اتنين هو تلاتة نحن اربعة انتم خمسة هم ستة طيب دماني يبقى جهز زمن زمن مستقبل بسيط يبقى اكتب فيه فوق كلمة دالة مستقبل طيب طتة لكلاسي الفاعل هنا كل الفصل يبقى لازم احوله طيب ما احنا وادين كواعد التحويل لكلاسي اسمه مفرد يبقى اسمه مفرد ما فيش فصله وراه بيسوي لاي يبقى اكتب فوق لكلاسي اكيني شايف ضميج لاي طيب الفاعل ما علي يبقى هيتصاره في التصريف التالت يبقى ثلاث طب احتمالات يا شباب مش الفاعل في المستقبل لسه وغدينه رو راي را ريم وريتي رانو طب ما طالما التصريف التالت في المستقبل يبقى الفاعل اخره را يبقى طبعا فين را الاولى بس كده ست يبقى طالب مني فاعل ايه هو الزمن مني الفاعل درجة التصريف وانا حافظ القاعة الجملة التانية الاسبوع القادم مجموعة من الطلاب فعل يأتي القاهرة طيب الزمن طبعا سيتمانا بروسي ما اكتب مستقبل بسيط طيب الفاعل بقى جروبه دي سودانتي قلنا لما كنا عندي حرف الجاري دي يا شباب رابط اسمين ما ليش علاقة باللي بعد الدي ليه علاقة باللي قبل الدي فنفس الفكر جروبه اسمه مفرد ما فيش فصله وراه لهوي هو يعني التصريف التالت في المستقبل يعني نفس الفكرة زي فوق الفعل بيس اخره راه تبقى في راه طب حد هيقول لي جروبه ده ده مجموعة تدل على جامع يا عم احنا منا اسمه مفرد مذكر انا ليه علاقة باللغة الاطالية طب كل يوم باوله انا الى المدرسة بالقطار طبعا زمن فعل تصريف الزمن زمن مضارع باوله انا لازم احوله بيسوي نوي نحن يعني التصريف الرابع للفعل يعني الفعل اخره ايامه تبقى اندي اعمه كل جمعة كل ايام الجمعة عائلتنا نقط الشينيما انسيامي الى السينيما سويا نفس القص زمن فعل تصريف طب تزاقى فترة زمنية يبقى زمن زمن مضارع لانوسترا فاميليا عائلتنا اوى حد يقول لي الفعل نحن لا الفعل هنا المملوك يا شباب العائلة بتاعتنا مش نحن نكون عائلتنا تكون صح ولا ايه يبقى الفعل المملوك فاميليا اسمه مفرد مفيش فصله وراه بيسوي لوي تصريف التالت في المضارع يعني الفعل اخر ا او ايه هتبقى فا وممكن طبعا فعل فا يذهب ده فعل شاز يعني احنا عافظين بس جبنا بالقاعلة برضو دي سوليتو اميية جينيطوري عادة والدية ادور ميري بريستو طيب الزمن زمن مضارع والفاعل اوعى يا حد يقول لي فيه فصلة هنا الفصلة دي فصلة ده كلمة الدلة مش الفاعل يبقى زمن زمن مضارع والفاعل اميية جينيطوري والدية نفس الفكرة الفاعل هنا المملوك مش المالك المالك انا لكن الفاعل عندي المملوك بقول لك والدية يكون ومش اكون يبقى الفاعل الجينيطوري اسم جامع مفيش فصلة وراه بيسوي هم او هن يعني التصريف السادس للفاعل يبقى لو فعل عادي هيبقى اخره او او اون صح ولا ايه مش الفعل في المضارع قلنا او اي او اي ايامه اي 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 اان و اون الست احتمالات بتاعتنا الجدول اللي لسه شايفينه دلوقتي يبقى الفاعل اخره او اون انزل تحت طبعا هنا فا مش هيمشي انديامو مش هيمشي سونو انداتو مش هيمشي ده ماطي يبقى فنو طب يا مستر ما فنو مش اخره او اون يا سيدي ده فعل شاز المفروض ان يستر حفظه لو فعل انداري يذهب فا دو فاي قلت لسيادتك لازم تعرف طالب مني ايه في النقاط هنا طالب مني كلمة دلة هنا طيب طالما كلمة دلة يبقى هبص على الفاعل بقى اغير الاستراتيجية بتاعتي الفعل عندي بص ريمو معناها سوف نقضي طب انا معرفتش معنا الفاعل طب مش الفعل ده اخره اريمو يا شباب يبقى ده فعل متصرف في المستقبل البسيط مع نحن تمام يبقى هنا حددت الزمن والفاعل والتصريف يبقى عايزك المدلة كلمات الدلة للمستقبل دماني ديكو دماني بروسيمو فراع وطرازة فترة زمنية ده زي الجراند طيب ابص تحت اللقاء دماني تمشي بروسيمي تمشي بروسيمي ما تمشي يبقى معنا كده احنا لسه قيلين ان دماني حال بروسيمو صفة يعني دماني لوحدها بقولك غدا تكفي ان تكون كلمة دلة على المستقبل لكن بروسيمو معناها قادم ازاي بقى هاجبلك قادم لوحدها دل على المستقبل يبقى ما تمشيش يبقى عايز اخوها الموصوف يبقى بروسيمو يا شباب عايزة موصوف تصفه طيب يبقى طالما جبت موصوف للصيف يبقى عايزة اقول الصيف القادم ما يفعش اقول الصيف غدا طيب يبقى عايز كلمة وقلنا صفة يبقى هتتبع الموصوف طبعا استاطي كلمة شازة مفرد مؤنس يبقى الإجابة بروسيمو الميزي نقط باولو اندراء الشينيما الشهر نقط باولو سيذهب الى السينيما نفس الفكرة يا شباب الشهر ده الفعل هنا طبعا ميديك عايز كلمة دلة ميدييني فعل اندراء يبقى نفس الفكر الفعل متصرف في المستقبل البسيط يبقى أنا عايز كلمة دلة على المستقبل البسيط نفس الفكرة بتاعت فوق طبعا ما يفعش دوماني عشان جبتلك الشهر جبتلك موصوف يبقى عايز بروسيمو وبروسيمو هتاخد طبعية طبعا الشهر كلمة شازة مفرد مذكر هتبقى بروسيمو طيب يبقى بروسيمو يا شباب صفة عادية زي صفة بلو بلو وبلو 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 يبقى أنا باخد آخر حرف فيها بشكله حسب أنا بوصف مين تمانية بقوله سراء روما نفس الفكر بقوله سيكون في مدينة روما يبقى عايز كلمدلة على الزمن سراء فعلي يكون نتصرف في المستقبل معلوي يبقى عايز كلمدلة على المستقبل طبعا فراد والجورني في خلال يومين طبعا ده فترة زمنية مضارع فترة زمنية زائد فا ماضي يبقى طبعا هنا فراد والجورني بقوله فصلة كواندو أندراي ألتشينيما يبقوله متى ستذهب إلى السينيما نقط ألتري طب هنا طالب مني فعل يا شباب يبقى نفس الفكر زمن فاعل تصريف طب الفعل اللي طالبوا مني في الإجابة هنا ولا فيك المدلة على زمن ولا في فاعل آه أعمل ايه ما نجمش أبص على السؤال يبقى فاعل الإجابة ينبع من السؤال زمن الإجابة ينبع من السؤال طبعا الزمن هنا أندراي ده فعل متصرف في المستقبل يبقى زمن السؤال مستقبل يبقى زمن الإجابة مستقبل تمام كده طيب مفيش فاعل أبص على فاعل السؤال بقوله فصلة يبقى فاعل السؤال أنت طيب ما أنت في السؤال بينزل إيه في الإجابة بينزل أنا اللي مخاطف في السؤال يا شباب بينزل متكلم يعني أنت في السؤال تنزل أنا في الإجابة أنتم في السؤال تنزل نحن في الإجابة طيب يبقى الزمن للإجابة مستقبل والفاعل أنا يعني الفعل هيتصرف التصريف الأولاني في المستقبل البسيط يعني الفعل أخره إيه؟ أخره روه يا شباب وأنا مغمض تبقى أنتم طيب لو الفاعل أنتم هينزل نحنه طيب بروف علي فاصلة كواندو إيطاليا نفس القص طبعا بروف علي طبعا هنا عايز زمن فاعل تصريف كلام جميل طيب ما فيش كل مدلة على الزمن هنا يا شباب وجوز الأربع أزمنها مضارع وماضي ومستقبل بسيط ومستقبل مركب خلاص بس بلاش مستقبل مركب عشان الفعل طبعا هنا جملة واحدة فما يفعش مستقبل مركب يبقى مضارع ومستقبل ماضي طيب الفعل مين؟ بروف علي بيسوي لاي حضرتك يعني التصريف الثالث يبقى أي فعل هنا هيتصرف في أي زمن هيبقى التصريف الثالث تمام؟ أنزل تحت أريفرو التصريف الأول في المستقبل ما يمشيش أريفراي التصريف الثالث في المستقبل ما يمشيش أريفرا التصريف الثالث في المستقبل يمشي سكون أريفاتو التصريف الأول في الماضي ما يمشيش يبقى هنا الوحيد اللي صح أريفراه بحكم درجة التصريف الفعل هنا لا يا شباب سر تحترام يبقى صارف الفعل للتصريف الثالث طبعا سر تحترام يعني منادة قبل لقب dirbhoo يعني أنا بكلم حد قدامي بس أكبر مني في السنة أو المقام 11 بروف فاطمة دوفي فرالي بروفي قالك ليه بروفي إن كامبانيا نفس الفكرة الفاعل طلبوا منك في الإجابة مافيش ولا كلمة دلة على زمن ولا فاعل نفس اللي عملته فوق زمن السؤال مستقبل يبقى زمن الإجابة مستقبل مافيش فاعل في الإجابة أبص على فاعل السؤال بروف فاطمة حضرتك تمام طب ما حضرتك ده منادى نفس الفكرة يبقى أستاذ فاطمة لما تيجي ترد يا شباب هتتكلم عن نفسها أنا يبقى أنت تنزل أنا حضرتك تنزل أنا في الإجابة يبقى نفس القصة هتبقى فارون 12 نفس الفكر مفيش طالب منك فعل في الإجابة مفيش ولا كلمة دلة على زمن ولا فاعل أبص على السؤال الزمن فريتي زمن مستقبل يبقى الإجابة مستقبل الفاعل في السؤال أنتم يبقى الإجابة تبقى إيه طبعا نحن يبقى أنت في السؤال أنا في الإجابة حضرتك في السؤال أنا في الإجابة أنتم تنزل نحن يعني فريمو سينيوريسا يا أستاذي حضرتك عارف كواندو قريبة الترينو متى يصل القطار قالك الترينو قريبة القطار يصل طبعا دي جات في امتحان 2018 كنت عامل مشكلة الجملة دي طيب إحنا اتفقنا طبعا هبص على الفعل الفعل قريبة ده مضارع يبقى أنا عايز كلمة دلة على المضارع غلط ليه بقى غلط يا شباب أولا يا شباب هنا ده زائد فترة زمنية هي الوحيد اللي دل على المضارع طب ده زائد فترة زمنية معناها منذ وما يزال يبقى الحاجة حصلت في الماضي ولسه شغالة لحد دلوقتي أنا هنا بسأل الأستاذ بقول له حضرتك عارف امتى هيوصل القطار قالك القطار هيوصل في خلال خمس دقايق يبقى القطار لسه ما وصلتش يبقى الكلمة الصحة هنا ايه فرازة فترة زمنية في خلال خمس دقايق طب يا مستر ما هو كده مستقبل أنا كده جبتي كلمة دل على المستقبل واستخدمت زمن المضارع هو احنا لما جئنا شرحنا يا أسادزة زمن المستقبل قلنا المستقبل ليستخدامين حدا الساقع في المستقبل او الشك في الوقت الحال يبقى يجوز ان يحل المستقبل محل المضارع في حالة وجود الشك والعكس صحيح يجوز ان يحل المضارع مكان المستقبل في حالة وجود اليقين أنا وقف في محطة وشايف جدوى الرحلات فبقولك القطار هيوصل في خلال خمس دقايق يبقى القطر هيوصل في خلال خمس دا كم تكون الساعة أنا بسأل بالمضارع سانو يقين بقولك الساعة كم دلوقتي أنت ما معكش ساعة يبقى تحط الفعل في المستقبل ليه؟ عشان تديني معنى ربما تكون اللي هو الإيبوتزي الاحتمال طيب سيادتك شفت بقى عدد جمع هتبقى سرنه قلت طبعا تمانية يبقى من اثنين لحد 24 هتبقى سرنه الساعة واحدة بس هتبقى سرنه دلوقتي يا شباب هنتكلم على الجملة الشرطية طيب احنا عندنا في المنهج استخدام الجملة الشرطية في الحالة الاولى طيب يعني بمعنى ايه؟ يعني احنا عندنا استخدام بسيط بس لجملة الشرطية فأنا مش اشرح الجملة الشرطية بس اركز معي جملة الشرطية زي الإنجليزي بتتكون من ثلاث حاجات أداة الشرط سي الهلو بعد كده جملة فعل الشرط و جملة جواب الشرط طيب سي جملة فعل الشرط يا شباب يبقى زمانها لإما مستقبل بسيط لإما مدارع طيب جواب الشرط مستقبل بسيط خلي بالك إحنا عندنا جملتين يعني عندي فاعلين ممكن يتطافقوا ممكن يختلفوا واحدة واحدة أول جملة لو بكر أنا وجوليا فعل المشروع فعل يعمل المشروع فريمو سنكون بعمل حفلة في الفصل طيب طالب منك فعل على اتفاقنا زمن فعل تصريف الزمن هنا زمن إيه لمدارع لمستقبل بسيط واللتنين صح ومش هيجي الاتنين في الامتحان طيب الفعل مين أنا وجوليا يبقى نحن يبقى تصريف الرابع طبعا معلش هو طبعا احتمالاتي مدارع لمستقبل بسيط بس هنا دوماني غدا يبقى طبعا الزمن زمن مستقبل مش مدارع عشان فيك المدلة يبقى الزمن زمن مستقبل والفعل نحن يبقى الفعل آخر وإيه ريمو طبعا تبقى الأخيرة سيف نيرو الميو كومبيتو فاصلة لو أنا خلصت الواجب بتاعي فاصلة إلى السينما مع أصدقائي طالب منك فعل يبقى زمن فعل تصريف الزمن زمن إيه مستقبل بسيط طيب في فعل لا مفيش فعل طيب أبص على أي دلالة في الجملة دي تقول مين الفعل هنا طبعا في صفة ملكية اسمها إمياي أميتي مع والدي يبقى بنسبة 70% الفعل أنا طب أبص على جملة فعل الشرط مين الفعل بتاع فعل الشرط في نيرو معناها أنا سأنهي يبقى لو أنا خلصت الواجب بتاعي فعل يذهب إلى السينما مع زميلي يبقى كل الشواهب بتقول إن فعل الجملة واحد اللي هو أنا يبقى الفاعل أنا والزمن زمن مستقبل بسيط يعني الفعل آخره إيه آخره رويا شباب تبقى اندرو يبقى لو أنا خلصت الواجب بتاعي سأذهب إلى السينما مع زميلي لو انا قبلت جوليا غدا زمن فاعل تصريف الزمن زمن مستقبل بسيط في فاعل محدد ابص على بقية الجملة هل في دلالة تقولك ان في فاعل محدد ولا لا لان فاعل الجملة الاولى انا لو انا قبلت لو انا قبلت جوليا غدا فاعل يذهب متصرفه سويا الى المكتبة طب ينفع هنا هقول انا فاعل الجملتين لو انا قبلت جوليا غدا انا سازهب سويا الى المكتبة لا ما يفعش ليه عشان في كلمة انسيامي سويا يبقى الفاعل جمع يا شباب صح يبقى لو انا قبلت جوليا غدا انا وهي سنذهب الى المكتبة يبقى الفاعل نوي طب ليه هنا الفاعل نوي عشان في كلمة انسيامي سويا يبقى هنا فاعل الجملتين اختلفوا فاعل الجملتين الاولى انا فعل الجملة التانية نحن أربعة هنا يا شباب طالب منك إيه إيه وحد يقولك إيه مدلة لا يا أستاذنا طالما جايب لك جملتين يبقى أنا عايز كلمة تربط الجملتين ببعض يا شباب طبعا هنا الجملة الأولى مستابع البسيط والجملة التانية مستابع البسيط دينو هيشارك في المسابقة هنفوس بالتأكيد يبقى عايز كلمة دلة على إيه علاقة شرطية بين الجملتين يبقى سيه يا شباب يبقى طبعا شفت جمتين بالشكل اللي انت شايفهم دول وبعد النقط مضارع مستابع البسيط هجيب سي وانا مغمض خمسة سيه سونس تانكي فاصلة صبيتو نفس الفكر سيه سونس تانكي يبقى دي جملة شرطية نقط يبقى مضارع يبقى الزمن زمن مستابع البسيط تمام طيب فيه فاعل هنا يا شباب لا مفيش فاعل محدد خالص هنا صبيتو فورا سيه سونس تانكي طيب صبيتو فورا وفعلين مفيش كل مدلة على الزمن مفيش كل مدلة على الفاعل محدد هبص على فاعل الجملة الاولى هبص على الفاعل سونس هلاقي ان السونس ده انا اكون وهم يكونوا يبقى متصرف مع انا وهم يبقى الفاعل ده مغاق يعني محير شوي الفاعل مين هنا هبص على الصفة استانكي معناها تعبنين صفة مع جمح يبقى الفاعل هنا هم يبقى الفاعل هنا هم برضك بس الفاعل هنا فاعل يكون يتصرف معهم في المضارع هنا فعلي يكون هيتصرف في المستقبل آسف هنا الفعلي لا يتصرف هنا في المستقبل يبقى أخران يبقى دور ميرانو لو هم عينين هم بيناموا على طول يبقى دور ميرانو طيب سبعة ستة نون بوتريمو فارس بازة طبعا هنا نفس القصة الزمن لمدارع لمستقبل بسيط طيب هنا جملة فعلي الشرط بس في فعلي هنا يا شباب لا لازم سيادتك تركز عشان فعلي بيوفيران معناها تمطر يبقى طالما تمطر دي يبقى الفعلي الجو يا شباب أي وصف للجو يبقى أنا بتكلم على الفعلي الجو يبقى بصرف الفعلي مع هو التصريف الثالث يبقى كونتيني ويران لو استمر الجو في المطرة احنا مش هنقدر نتسوق النهار سبعة سيدو ماني لو بكرة بيلتينبو الجو جميل نفس الفكر زمن فعل تصريف الزمن هنا طبعا دماني زمن مستقبل في فعلي محدد آه بيلتينبو الجو جميل إبقى أنا بتكلم عن الجو الفعلي لوي يبقى التصريف الثالث يبقى فرعه ثلاثة شباب مرء إن ماضي المستمر ده السيادتك كل احتياجك ليه ده ممكن يجي في القطعة طيب هيجي في القطعة ترجمه إزاي والله السيادتك لو شفت الفعل آخره هو طبعا زمن بسيط في التصريف يعني بنشيل الآري أو الإيري أو الإيري ونحط فو في فا فامو فاطي فانو شفت سيادتك أي فعل اللي هيته فو في فا فامو فاطي فانو هنحط كان زائد الفعل يبقى الفائل الزمن ده بيستخدم لإيه أكتر من حاجة من أهمها يا شباب الوصف في زمن الماضي يعني فعلك هنستمر إيه أكتر يعني حدث تقرر حدوثه في الماضي هو مش عالي لفي المنهج فسيادتك لازم بس كل اللي اتعرفه كان زائد الفعل يبقى أنت لو شفت في المنهج هتحط كان زائد الفعل يعني لما جا أقول لك كل جمعة كنت بقى أذهب كنت بروح البحر مع أخواتي يبقى لازم أحط فعل يذهب في الماضي المستمرة طيب يعني بارتيتش بافو كنت بشارك يبقى أي فعل أخر فو في فا فامو فاطي فانو هتحط كان قابل الفعل يا شباب الفعل الشازي الوحيد في الماضي المستمرة عندنا في المنهج أو يعني المهم اللي أنت تركز عليه هو فعل إسر يكون طيب يبقى حط فعل يكون في الماضي المستمرة المهم أنه هو نفس القصة لما جا صرفه هيبقى إيرو إيري إيرا إيرفامو إيرفاطي إيرانو ده كل اللي احنا عايزينه في الماضي المستمرة مش يجينا في القواعد بس ممكن يجينا فيه القطة نخش بقى يا شباب على الأزمين المركبة عندنا زمنين زمن مركب يعني إيه يعني زمن بيقوم الحاجتين مساعد واسم فحول طيب عندنا الماضي ومستقبل المركب الماضي يا شباب طبعا الكلمات الدلة زي ما تفانى إمبارح إيري أو فانت إيري إمبارح أو الإمبارح سكورسو بساطو معناها صادق فترة زمنية زي إدفا معناها منذ وان قد نفس الفكرة إمبارح أو الإمبارح حال يعني أي واحدة من الاتنين دول دل على الماضي لكن سكورسو بساطو صفات ما ينفعش يجل واحدهم يا شباب لازم معهم موصوف الصيف السابق الشهر الصادق ونفس الفكرة سكورسو بساطو بشيل اخر حرف واشكله حسب اللي انا بوصفه. بوصف مفرد مذكر او مفرد مؤنس او جمع مذكر ايه جمع مؤنس ايه. التكوين الماضي بتكون من حاجتين. مساعد واسم مفعول. زي ما احنا اتفقنا. تصريف اسري او افيري في المضارع زائد البي بي اسم مفعول. يبقى انا بجيب اسم المفعول من الفعل وادينه مساعدة. طيب لو الفعل خد اسري طبعا سي اس يامو سي تي سونو خد افيري او اي ا ابي امو ابيتي انا. ها? واسم المفعول طبعا سهل جدا. او الفعل اخر اري بنشيل الار ونحط اطو. اخر ايري بنشيل الار ونحط اوتو. اخر ايري بشيل الار ونحط ايتو. زي الفول. طيب ايه الافعال اللي بتاخد اسري? والافعال اللي بتاخد افيري? طبعا اتفقنا قلنا افعال الحركة والافعال المنعكسة والافعال اللازمة بتاخد اسري. زي اللي قدام كل دي أفعال طبعا إيه بتاخد إسري الأفعال الثانية طبعا اللي هي المتعدية اللي عايزة مفعول بتاخد أفاري زي ما حنتفقنا واللي عايز شرح مفصل ممكن نيجع للفيديوهات السبب قلنا طبعا الفعل لو خد إسري يا شباب اسم المفعول بياخد تبعية يعني بتحول أكنه صفة إيه ري بولو إيه أنضاتو جوليا إيه أنضاتا بولو دينو صنوا عن ضعطي جوليا وسيلفيا صنوا عن ضعطي طب الفعل لو خد أفاري ما فيش تبعية إلا لو جي معا ضميق مفعول به طب بعد كده المستقبل المركب يا شباب طبعا أنا بشرح بشكل سريع طبعا حضرتك لو عايز شرح مفصل ممكن ترجع للفيديوهات بتاعت الماضي ومستقبل المركب طب المستقبل المركب باستخدمه ليه قلنا التعبير عن حدثين في المستقبل يبقى في حاجتين هيحصلوا في المستقبل بينهم علاقة زمنية يعني في حاجة هتحصل بعد كده حاجة هتحصل بعد كده أول لما خلص الامتحانات هسافر الحدث الأولاني اللي هيحصل هتحط في المستقبل المركب والتاني في المستقبل البسيط طب الكلمات الدلة طبعا الكلمات الدلة زي ما اتفقنا هنا كلمات بتدل إن العلاقة بين الجملتين علاقة زمنية تمام قبينا ننبينا بمجرد أن ليس بمجرد أن دوب كيه بعد أن كوندو عندما طب التكوين نفسي تكوين الماضي بالضبط الفرق حاجة واحدة إن المساعد بيتصرف المستقبل البسيط بس يا شباب يعني بدل ما بقول سونو ساي ايه هقول سرو سري سرا سريمو سري تسرانو بدل ما بقول او اي اا هقول افرو افري افرا افريمو افريتي افرانو بس كده سيبه يبقى الماضي زي المستقبل المركب بالضبط في التكوين الفرق بس تصريف المساعد الماضي المساعد بتاعه في المضارع لكن المستقبل المركب المساعد بتاعه في المستقبل البسيط طب نحل وإحنا بنحل نعلم اياري لنستري اميكي نقط دل امريكا نفس القص طالب من سياء التكفيع زمن فاعل تصريف الزمن هنا طبعا زمن ماضي عشان كلمة اياري طب جيف دماغي زمن ماضي بقى كلمتين مش كلمة واحدة طب لنستري اميكي صديقتنا يبقى الفاعل اميكي جمع مؤنس يبقى التصريف السادس في زمن الماضي يعني الفعل اما ان يأخذ المساعد اسر هيبقى صونو لو بياخد افاري هتبقى انو زائد البيبي اتخذ صونو في تبعية اتخذنا انو مفيش تبعية يبقى اللي جابة ايه صونو تورناتي التالتة نفس القص زمن ماضي جوليا وانا نحن يبقى التصريف الرابع في الماضي يبقى السيام وابيام وبيبي خذنا السيام وابيام وما فيش تبعية يبقى السيام وفينوتي التالية نقط ارومحا طيب قبينا مستقبل مراكل والفاعل اسم جامح معناها المدرسين طبعا انسينيانن تيمشي المدرسين ومدرسات يا شباب جوفاني شباب او شابات جامعة مزكر جامعة مؤنس لكن هنا في كلمة ليه دي جامعة مؤنس وهنا ليه جوفاني جامعة مؤنس يبقى الفاعل طبعا جبت الكلمتين دول عشان سيادتك تعرف ان الكلمتين دول يمشوا جامع مذكر وجامع مؤنس طبعا هنا الفاعل هنا يبقى تصريف السادس في زمن المستقبل المراك يبقى لا إما سرنه لا إما أفرنه زائد البي بي خدنا سرنه فيه تابعية خدنا أفرنه مفيش تابعية طبعا أنزل تحت الاحتمال الأول ده غلط ده كلمة واحد طب الاحتمال التاني يمشي التالت يمشي الرابع يمشي طيب طبعا الرابع هنا سونو ده مساعد ما تصرف في المضارع يبقى ما يمشيش غلط يبقى عندي احتمالين تاني ده كلمتين وده كلمتين ده مساعد في المستقبل بي بي ده مساعد في المستقبل بي بي ده التصريف السادس وده التصريف السادس بس في حاجة جميلة خالص هنا سرنه أريفاته لا ده الفعل هنا أخد أسر يصل بياخد أسر طب طالما أخد أسر فيه تابعية يا شباب يبقى سرنه أريفاته طبعا نهيتها ايه عشان الفاعل هن يبقى السيادتك لازم تركز في تصريف المساعد ولو الفاعل بياخد اسره يبقى انا بركز في التباعي كواندو توت اللي باند عندما كل الفرق الى الحفلة كومين شرامو أفاري لبروفي سوى يبدأ عمل البروفا طبعا نفس القص كواندو مستابع المركب والفاعل اللي باند جمع مؤنس يبقى التصريف السادس تبقى سرانو قريفاتي التالتة قبينا امبودي سولدي بمجرد فع نقط امبودي سولدي القليل من الماء سوف اكون بتغيير السيارة الزمن مستابع المركب في فاعل لا مفيش فاعل في كل مدلة هنا على فاعل محدد لا مفيش خالص كل مدلة على فاعل محدد يبقى هبص على فاعل الجملة التانية يا شباب اللي هو متصرف المستابع البسيط هلا ان الفاعل يغير هنا متصرف مع انا يبقى فاعل الجملة الاولى انا يبقى فاعل جملة واحد بس أنا في المستقبل المركب تبقى أفرو صارو بي بي هتبقى أفرو أفوتو يبقى فاعل الجملة الأولى أنا يبقى فاعل الجملة 2 واحد بس أنا في المستقبل المركب تبقى أفرو صارو بي بي هتبقى أفرو أفوتو طيب 6 بولو أفراون بريميو دوبوكي نفس القصة دوبوكي مستقبل المركب الصبر جيته مشروع في فاعل هنا أبص على بقية تكملة للجملة السوق بروجيتو معناها المشروع بتاعه يبقى الفاعل لوي يعني التصريف الثالث أفراغ سرابي بي تبقى أفراغ كومبيتاتو يكمل قبنا الجروب وأفراغ فينطو الكونكورسو نقط نفس الفكرة يا شباب زمن فاعل تصويف هنا بقى الزمن زمن إيه مستقبل بسيط خلي بالك للجملة الثانية في فاعل لا مفيش فاعل محدد بس أبص على تكملة الجملة إنسيمي معناها سويا يبقى لازم الفاعل جمع يبقى قبنا بمجرد أن الفرقة أفراغ فينطو تكون فازب بالمسابقة فاعل يحتفل سويا في الفاصل يبقى الفاعل هنا مين يا شباب لازم الفاعل هنا جمع طيب نبص على الاختيارات طبعا ده ما ينفعش نهائي عشان ده مستقبل مراك وده ما ينفعش نهائي عشان ده مستقبل مراك طيب لكن فيستيج جريمو معناها سوف نحتفل تمام يبقى يمشي طبعا عشان نهينا الفاعل جمع طب اللي بعدها مستقبل بسيط أي نعم بس مع أنا إزاي أنا وسويا يبقى الفاعل نحن يبقى لو الفرقة بتاعتنا فازب بالمسابقة إحنا هنحتفل سويا في الفاصل يبقى فيستيج جريمو يا شباب تمانية لاباند السراعة ريفاطة آتياترو آلتياترو آآ الكونشارتو كومينشرا عايز هنا إيه عندي جملتين قلت لسياتك طالما عندك جملتين يبقى عايز كلمة تربطهم ببعض ها احنا عندنا رابط شرطي اللي هو سي في رابط زمني اللي هو قبينا نونقبينا دو جو كيك واندو بعد طبعا أي جملتين زي ما اتفقنا لجيب سي رابط شرطي لجيب رابط زمني هنا طبعا بعد النقط سراعة ريفاطة ده مستقبل مرك يبقى عايز قبينا نونقبينا دو جو كيك واندو يبقى طبعا قبينا طب بعد النقط لو مدرع مستقبل بسيط يبقى جبت سي بولو سيلفيا طبعا بولو سيلفيا هم يبقى سونه ا انو بي بي طيب بس هنا الفعل بياخد اسر يبقى لازم فيه تبعية يبقى بولو سيلفيا هم مش هن يا شباب يبقى سونه اشيتي طب لو بولو جوليا وسيلفيا جامع مؤنس هتبقى سونه اشيتي طبعا الفاعل هنا هم مش هن ولا دوبين تجامع مذكر تبقى سونه وشيتي دوبو كي لأتي فيتا بعد أن الأنشطة دوبو كي مستقبل مركب والفاعل هن تصريف السادس هتبقى سرانه في نيتي عشان التبعي طب قبينا البيانيست قبينا مستقبل مركب والفاعل بيانيستا حلو طبعا بيانيستا ده ممكن يسوي هو وممكن يسوي هي أي اسم ينتهي بإستا يشير في المفرد إلى مذكر أو مؤنس ويتم التحديد أداء اسمه صفر هنا في إيل يبقى ده عازف مش عازف يا شباب يبقى الفاعل هو يبقى سراء أريفاتو طبعا سراء أفرابي بي هنا سراء أريفاتو عشان الفعل بياخد قسة طب لو قلت لا بيانيستا هتبقى سراء أريفاتو خلي بالك لأن بيانيستا تمشي عازف أو عازفها هنا عازف عشان إيل لو شلت إيل وكتبت لا تبقى سراء أريفاتو إيري النصر بروفوساري أريفاتو إن كلاسي أرلي سايا جميل الفكرة دي يا شباب احنا قلنا في بعض الكلمات بتأتي مع زمن الماضي في ٣ كلمات بيأجوا مع الجملة المسبتة وفي ٣ كلمات بيأجوا مع الجملة المنفية وقلنا مكانهم بيأجي بين المساعد واسم المفاول هنا الجملة طبعا إمبارح المدرس بتاعنا عايز أقول لك وصل بالفعل الساعة 6 طيب أنا عايز كلمة هنا تأتي في زمن الماضي في الجملة المسبتة يبقى السيادتك هتيجي في دنارك في الجملة المثبتة طب الجملة لو من فيه يبقى طبعا هنا الصحي مين لكن لو من فيه هتبقى أي واحدة من الثلاثة دول 13 نفس الفكرة طالب من سيادتك كلمة دلة أشد خط تحت الفعل يبقى يبقى الزمن زمن ماضي الفاعل مين هم يا شباب والدي والدتي يبقى هم جامع مذكر يبقى سونه أريفادي بمجرد ان بولو يقابل جوليا نقط انسيامي سويا إلى السينما يبقى الزمن زمن مستقبل بسيط والفاعل هم عشان كلمة انسيامي يبقى اندرانو طيب قبينا لبرتيت بمجرد المطش نقط يبقى نفس القصة الزمن زمن ايه مستقبل مركب والفاعل بارتيت هي يبقى التصريف الثالث في المستقبل المركب يبقى سراه أفرابي بي تبقى سراه في نيتا التانية طيب فيه حد يجي يقول لي ان فعل ينهي ده ممكن ياخد أفاري اه فعل ينهي يا شباب ممكن ياخد أسري ممكن ياخد أفاري ليه لو فعل ينهي الفعل بتاعه عاقل بقى فعل متعدي المدرس خلص الحصة متعدي هياخد أفاري يبقى بمجرد ان المدرس يخلص الحصة قبينا البروفيسوري أفرا في نيتو لاليتسيوني طيب لو الفعل غير عاقل زي الحصة هيبقى فعلي لازم اول بمجرد ان الحصة تخلص يبقى ياخد أسري يبقى أبينا لاليتسيوني صراه في نيتا طيب ما اخد أسري فاخدنا مين تبعية طبعا هنا الفعل الماتش غير عاقل فاخدنا تبعية تبقى صراه في نيتا لكن لو بمجرد ان الاستاذ يخلص الماتش او الاستاذ يخلص الحصة يبقى أفرا في نيتو بالقو ما فيش تبعية تطلع فاميليا كل العائلة نقط كواندو ميو بادري سراتورناتو اكاسا نفس الفكر زمن فاعل تصريف الزمن زمن ايه طبعا مستقبل بسيط ما كواندو وبعدها مستقبل نركب ايه يبقى الاولى مستقبل بسيط الحدث التاني مستقبل بسيط احنا طبعا قلنا مش شرط التكتيب يا شباب الكلمة دا اللي جات في الاول اللي بعدها مستقبل مركب الكلمة دا اللي جات في النص اللي بعدها مستقبل مركب يبقى الزمن زمن مستقبل بسيط والفاعل تطلع فاميليا كل العائلة بتساوي لو لاي هي تصريف الثالث يبقى تشنيرا يبقى كل العائلة هتتعشى اول لما الاب يوصل البيت النصر البروفيسوري نونا نفس الفكرة لم ينهي خدنا بنا ان فعل ينهي هنا خد افاري عشان الفعل العاقل طيب بس هنا طالب مني ايه طالب مني كلمة تيجي بين المساعد واسم المفعول تمام قلنا لو الجملة مثبتة سيمبرت جاءب بينا جملة منفية ماي انكورا بيو يبقى طبعا هنا يا شباب ايه انكورا طبعا سيمبرت جاءب بينا بتوع الجملة مثبتة هم لكن طبعا ماي انكورا بيو بتوع الجملة منفية يبقى طبعا انكورا لاستاطي الصيف نوعة جوليا يا انداطا المار نفس القصة عايز كلمة دلة الصيف السابق طبعا يا انداطا زمن ماضي يبقى الاستاطي بساطة ما خدناشي سكورسي ليه عشان دي تطبع جامع مؤنس هنا استاطي مفرد مؤنس تبقى بساطة طبعا ايه رحال قلنا ماينفعش سبعة عشر انا ستمانة فا لباند ديلا سكورس انا ستمانة فا منذ اسبوع زمن ماضي لباند هم او هن التصريف السادس هنا طبعا هن يبقى صونو انو بي بي تبقى انو فيزيتاتو طبعا ما فيش تابعية عشان خدنا افراري ايو اباولو اندريمو التشيني ماكواندو انا وباولو سنذهب الى السينيما عندما يبقى عندما مستقبل مركب وفي فاعل هنا اه الفاعل هنا المطش يا شباب يبقى لاي هي يبقى في المستقبل المركب يبقى صراها اضرابي بانزل تحت تبقى صرافينيتة هنا خدنا تبعية عشان الفاعل طبعا مفرد مؤنس هلنتكلم دلوقتي يا شباب على حاجة اسمها الافعال الخادمة اولا يعني ايه الفاعل الخادمة الافعال الخادمة في زمن الماضي اول حاجة يعني ايه فاعل الخادمة الافعال اسمهم الافعال الخادمة في زمن الماضي فاعل يستطيع فاعل يجب فاعل يريد اولا الافعال دي في المدارة هي افعال تشازة في التكوين يا شباب يعني تصرفاتها بتتحفظ فاعل يستطيع فاعل يجب فاعل يريد طب يعني ايه فعل خادم فعل خادم يا شباب هو فعل لا يعطي معنى بمفرده يعني هقولك انا استطيع ايه بصه ما فيمتش حاك باولو فولي باولو عايز ما فيمتش حاك لكن باولو فولي منجاري بيتزا عايز ياكل بيتزا المعنى كتابا كلام جميل يبقى الفعل الخادم الواحد وملوش معنى لكن لازم يجيب عاديه فعل في الشكل المصدري طبعا عشان يدي معنى كامل انا عايز اخلص عايز اذاكر يبقى الفعل رئيسي فعل يذاكر مش يخلص طب افرد سيادة الجيل الفعل دي الافعال دي في زمن الماضي عادي خالص قلنا الماضي مساعد واسم مفعول يعني بوتاري بوتوتو دوفاري دوفوتو فوليري فولوتو ده في اسم المفعول المشكلة عندي بقى في المساعد هل الافعال دي هتاخد استري ولا تاخد افاري قالك الافعال دي يا شباب ملهاش معنى اما الحكمها ايه حكمها حسب الفعل اللي جاي بعديها بمعنى لو بعد فعل الخادم فعل بياخد استري يبقى الفعل الخادم هياخد استري بعد الفعل الخادم فعل بياخد افاري يبقى الفعل الخادم هياخد افاري بمعنى هقولك امبارح انا كنت عايز اكل بيتزا تمام يبقى اياري امبارح ايه وانا كنت عايز يبقى صرف فعل فوليري في زمن الماضي تمام هيبقى فولوتو اسم المفعول من فوليري فولوتو المشكلة بقى هياخد استري ولا افاري مش على حسب فعل عايز على حسب الفعل اللي جايه بعدين قلت لك أمبارح أنا كنت عايز آيكل بيزا يبقى يأكل بياخد أفاري يبقى E O فولوتو منجاري طيب أمبارح أنا كنت عايز أذهب إلى السينيما نفس الفكر فعل فوليري في الماضي هاي أفوليري فولوتو طب هتدي له أسري أو أفاري حسب اللي جايه بعدين بعدين فعل يذهب يبقى ياخد أسري تبقى صون وفولوتو زي اللي قدام سياتر ده يبقى اختيار المساعد مع الأفعال الخادمة لا يتوقف على الفعل الخادم يتوقف على اللي جاي بعده الجملة الأولى امبارح أنا كنت لازم أذاكر كتير طيب يبقى هنا خدنا فعل دوفاري ادينا له أفاري عشان فعل استودياري يذاكر طيب امبارح فاطمة كان قدرت تخلص الواجب نفس الفكر فاطمة يبقى فعلي يستطيع يخد أفاري عشان فعلي ينهي طيب طيب الامبارح الفرقة كانت عايزة تسافر إلى قاهرة لا خدنا بنا ان فعلي فوليري هنا خد استر عشان فعلي بارتيري بياخد استر وطالما خدنا استر في تبعية شبابي بقولنا ايه فولوتا طيب امبارح فاطمة قدرت تذهب إلى السينما نفس القص فعلي بوتاري جبنا منه اسم المفعول بوتوتو طيب استر أو أفاري حسب اللي جاي بعديه اللي جاي بعديه يذهب فاخدنا استر بايت ايه بوتوتا خلاص الكلام اللي الثلاث أفعال الخادمة يستطيع يجب يريد بياخدوا الاتنين مساعدين استر وقاهرة بياخدوا الاتنين اختار استر ولا قاهرة حسب اللي جاي بعديهم امبارح جوليا قدرت تخلص الواجب هتديله قاهرة امبارح جوليا قدرت تذهب إلى السينما هتديله استر طبعا استر في تبعية طب اول جملة ايه ياري سيلفيا امبارح سيلفيا عايزة اقول لك كانت عايزة تعمل جولة في الشارع طيب يبقى فعلي يريد هنا هياخد استر او افاري ده فعلي خادم لكن فعلي فر يعمل ده بياخد افاري تبقى افلود لرجاتس البنات عايزة اقول لك يجب عليك كان يجب عليهم منبارح ان هم يسفروا الى ايطال نفس الفكر يبقى البنات الفعلي هم هن يبقى التصريف السادس طيب بس ده فعلي خادم هتديله استر او افاري حسب اللي جاي بعديهم هنا يرحل تبقى سونو دوبوتي طبعا خدنا تبعي يا شباب باولو دينو هم اريفاري يصل يبقى هناخد استر تبقى سونو بوتوتي راجاتسي يا شباب دوفيتي يجب عليكم طيب اي فعلي خادم متصرف يا شباب في المضارع او الماضي اللي بعديه مصدري هتبقى فارع دينو ايد ايو دينو انا طيب ايه يري ماضي يبقى دينو انا يبقى نحنو طيب يعني ممكن ناخد ابيامو ممكن ناخد سيامو والتنين صح هنا فعلي منجر يأكل يبقى خدنا ابيامو فلوتو من غير طبعا طبعية امبرح جوليا يبقى ماضي جوليا لاي يبقى ايه او ابي بي طبعا فعلي يذهب ده بياخد استر تبقى ايه فلوتا يا شباب اللي هي طبعا التالت عشان طبعا هنا خدنا ايه وخدنا تبعيه سبعة اري باولو ايدينو انو دوفوتو جميلة الجملة دي امبرح باولو ودينو انو دوفوتو كان يجب عليهم طب ما ده فعلي الخادم متصرف في الماضي اللي بعديه مصدري وانا مغمط اي فعلي متصرف في اللغة الايطالية يا شباب اللي بعديه مصدري حتى لو متصرف في الماضي يبقى في نير يونه طيب حاجة جميلة خالص بقى هو فعلي بيطشاري ايه بقى فعلي بيطشاري ده معناها يعجب خلاصة الكلام فعلي بيطشاري يا شباب فعلي شاسف التكوين بيجي قبليه مفعول وبعدي فاعل تمام يبقى الفاعل بتاعه جاي بعده يبقى منطقيا هيتصرف حسب اللي جاي بعده مش اللي جاي قبليه بس كده طيب اللي جاي بعده ده لي احتمالين لبيعجبني البيتزا لبيعجبني الحلويات صح يبقى اللي جاي بعده لإسمه مفرد لإسم جم طيب معنى كده لو جاي اسم مفرد يبقى هيتصرف بياتش التصريف التالي جاي وراء اسم جم هيتصرف بياتش هونو التصريف السادس طيب بيفرد ما جاش ولا اسم مفرد ولا اسم جم جاي فعل يعني بعده ما بقولك بيعجبني البيتزا أو بيعجبني الحلويات قلتلك لأ عايز أقول بيعجبني أكل البيتزا قالك الفعل في الشكل المصدري يا شباب يعامل معاملة المفرد المذكر هيبقى بياتش هيبقى نفس القصة هيتصرف التصريف التالي يبقى يبقى الجملة دي مي بياتش لبيتزا صرفت بياتش عشان بيتزا مفرد طب شي بياتش يبعي جبنا منجاري سباكت أكل اللي سباكت نفس القصة صرفت بياتش عشان الفعل في الشكل المصدري منجاري طب بالنسبة بقوله عايز أقول ايدولش إيطاليا الحلوات الإيطالية نفس القصة الحلويات جبت بياتش طب تي بياتش الكلمة الوحيدة الكلمة الوحيدة ماليش علاقة بيها هي كلمة مولتو يا شباب ليه بقى عشان مولتو هنا حال بوصف فعل بيعجب بقولك بيعجبني كثيرا الحلويات فالفعل الحلويات مش كثيرا فلما جانا كلمة مولتو اشطب عليها وبص عليها نفس الفكر اسمه مفرد بياتشي اسم جامع بياتشنو فهينا طبعا اللي بيتزي اسم جامع تبقى بياتشنو أول جملة تي لبيتزا إيطاليانا طبعا سيادتك ما تبصش على تي قلتلك تي أنت قلتلك تي نحن وقلت فيه أنتم ماليش علاقة ده مفعول الفعل بيتزا مفرد تبقى بياتشي مي أسكولتاري لكانسوني بيعجبني سماع الأغنية الإيطالية ها اللي بعد النوات أسكولتاري فعل في الشكل المصدري يبقى بياتشي تي نوات مولتو إي بياتي إيطالياني الأطباق الإيطالي نفس القصة هنا ماليش علاقة بمولتو إي بياتي جامع تبقى بياتشنو أصيل فيا اللي اسباكيتي نفس الفكرة اسباكيتي جامع تبقى بياتشنو إي بياتي إيطالياني مولتو اي جيني طاري. هنا معلش الفعل بيط يا شباب تبقى بيط شنو. طيب هي في فكرة برضو كانت حطتها زيادة تحسوبا لأي حاجة في الامتحان. افرد فعل بيتشيري جالك في الماضي. ما تخضش عادي جدا. بيتشيري اولا فعل لازم بياخد اسري. تمام? وقلنا فعل بيتشيري بيتصرف تصرفين. للتصرف التالت للتصرف السادس. صح? تصرف التالت بعدي مفرط فعل في المصدر. التصرف السادس بعدي اسم جامع. طيب بقى نفس الفكر. لو جالك في الماضي. يبقى هيتصرف التصرف التالت للتصرف الماضي. يبقى التصرف التالت. ايه بيتشوت ولا بيتشوتة لو تبعية مؤنس. تصرف السادس. سونو بيتشوتي لا سونو بيتشوت. بس كده. يبقى مبارح مي لبيتزا ايطاليانا. مبارح عجبتني لبيتزا الايطالية. خلاص. لو النهار ده تبقى بيتشي. امبارح ايه بيتشوت تصريف التالت مع التبعية طب عندنا مفرد مؤنس امبارح تشي نحن ايه فيلم ايطالياني الافلام الايطالية اسم جمع تبقى سنو بيتشوت التالت خلاص يبقى ايه بيتشوت وسنو بيتشوت امبارح منجار ايه بياتي ايطالياني نفس الفكر مش الجاي بعد النقط فعل في الشكل المصدري يبقى التصريف التالت يبقى ايه بيتشوت طب خط تبعية مفرد مذكر ليه الفعل في الشكل المصدري يا شباب يعامل معاملة المفرد المذكر مي إدولشي الحلويات يبقى صونو بيتشوتي مي لفوتوغرافي الصور يبقى صونو بيتشوتي جمع مؤنس مي لسباكتتي يبقى صونو بيتشوتي كلامنا يا شباب على الأفعال المنعكس طبعا هنشرحين الأفعال المنعكسة أن الفعل المنعكس والفعل الذي يقع على فاعله يعني يقع على فاعله يعني أنا بعمل الفعل ويقع عليها تاني زي الفاري بين يوقز وياستايقس يوقز محمد بيصحي أحمد يبقى فاعل فاعل مفعول لكن محمد بياستايقس هو الفاعل وهو المفعول بس كده شباب طب الفعل المنعكس قلنا الفعل المنعكس عادي خالص هو فعل لشكل مصدري وستة تصرفات بس شكل مصدري مش بأخره آري أو إيري أو إيري لأ هنحط جنب نهاية الشكل المصدري ضمير إنعكاس اسمه سيد بيعمل السي ده بيقولك إن الفعل ده هيوقف هنا هيعود تاني على الفاعل عشان يقولك فيه فرق بين يمتع وياستامتع يوقز وياستايقس تمام يعني ألزار يوقز ألزار سياستايقس متر يضع متر سياقس على نفسه ديفيرتير يمتع ديفيرتير سياستامتع طب سيادتك لما تجي تصرف الفعل منعكس منصرف حاجتين يا شباب منصرف ضمير الإنعكاس السي على حسب الفاعل لواء يومي تو تي سلوي لاي سي نوي تشي فوي في نورو سي ويتم تصريف الفعل تبقى للزمن مضارع مضارع ماضي ماضي مستقبل مستقبل يعني ده دك مثال لفعل ألزار سياستايقس لما جيت صرفته في المضارع عايز أقولك أنا هصحى يبقى مي ألزو انت تي ألزي هو أو هي سي ألزا نحن تي ألزي عامو أنتم في ألزاتي هم سي ألزانو طب هنصرفه في الماضي عادي جد يبقى مي تي سي تشي في سي يبقى الضمير يتصرف على حسب الفعل والفعل على حسب الزمن طبعا الفعل منعكس في الماضي بياخد إسراء يبقى على سبيل المثال الفعل يا ستايقس يبقى مي سونو ألزاتو أو ألزاتا لو بين تي ساي ألزاتا أو ألزاتو طيب طب افرد بقى جي قبل الفعل منعكس فعل متصرف فعل خادم اللي احنا لسا قلين عليه بوتيري دوفيري فوليري قالك ايه المشكلة بدل مثلا ما قولك أنا النهاردة هصحى الساعة ستة يبقى مي س فيلي وقال لي ساي هقولك النهاردة أنا عايز أصحى الساعة ستة يبقى هجيب قبل فعل المنعكس فعل خادم متصرف يبقى اللي بعديه مصدر تمام بس الفعل المنعكس اللي جاي بعديه ده فعل منعكس زي ما اتفق أنا طبعا ممكن ترجع للوحدة الستة والخمسة تتفرج على الفيديوهات بتاعتي عشان تعرف الكلام ده بشكل مفصل يعني يبقى الفعل المنعكس لو جي قبل فعل مصرف يا شباب الفعل نفسه هينزل مصدري لكن الضمير لازم يتصرف اللي هي مي تي سي تشي في سي يبقى راجاتي دو فيتي يجب عليكم عايز أقول تسحوا الساعة ثلاثة يبقى زي فيليار في تمام يبقى هنا فعل يا ستايكس اتصرف في الشكل المصدري والضمير السي بقى في عشان الفعل أنتم بس نقطة صغيرة تانية لإما نحط بقى الضمير اللي انعنا كاس بعد المصدر لإما قبل المصرفة شباب يبقى دو فيتي سفليار في لإما فيه دو فيتي سفلياري باولو دينو فوليونو باولو دينو عايزين يتقابلوا يبقى إن كونترار سي لإما سي فوليونو إن كونتراري مفيش جديد يبقى ضمير الإنعنا كاس لازم يتصرف يا شباب حتى لو الفعل بتاعه جي في الشكل المصدري طيب أول جملة لانو سكورسو العام السابق زمن فعل تصريف زمن زمن ماضي والفعل أنا صحكنا؟ تمام؟ بس ده فعل منعكس يبقى هسارة في الضمير الإنعنا كاس السي على حسب الفعل يبقى مي والتصريف الأول للفعل في زمن الماضي هيبقى سونو زائد البي بي تمام؟ طب هنا شباب مي سونو ديمينتيكاتو تصريف الأول لفعل ينسى في الماضي مي سونو ديمينتيكاتو التصريف الأول لفعل ينسى في الماضي فالاتنين يمشوا بس واحدة وغدة تبعية مفرد مذكر واحدة وغدة تبعية مفرد مؤنس صح؟ يبقى السيادتك لازم تعرف اللي بتكلم عن نفسه هنا ده ولد مذكر ولا مؤنس اعرفها ازاي؟ كمل بيته جملة بقولك السنة اللي فاتت أنا نسيت عيد ميلاد زوجي مريته معناها زوج يبقى اللي بتكلم الزوجة يبقى بتتكلم عن نفسها الزوجة مؤنس تبقى ميس وانو ديمينتيكاتر طب اللي بعديها لانو سكورسوس العام السابق أنا نسيت الكمبيليانو ديمية مولية عيد ميلاد زوجتي يبقى نفس الفكرة اللي بتكلم الزوج تبقى ميس وانو ديمينتيكاتر أنا هنا عايز اقول لي سيادتك خلي بالك تبعية الفعل المنعكس في زمن الماضي سنو إليجانتي طبعا ايه؟ سيمبري قال لاموض نفس الفكرة عندي جملة تاني يا شباب الجملة دي طبعا ايه ده معناها وايه حرف عطف مفيش هنا كل مدلة على فيه طبعا كل مدلة على الزمن سيمبري بقى مضارح بس مفيش فاعل ابص على فاعل الجملة الاولى سونو إليجانتي إليجانتي معناها انيق طيب سونو انا او هم لكن هنا إليجانتي صفة شزة تمشي مفرد بنوعي يبقى الفاعل انا يبقى انا اكون انيق وي بلبس على طول على الموضة يبقى الفاعل انا تبقى ميميته ليه اميتشي لاصدقاء برفار لبروفي دي الكونكورس فعل منعكس مع هم يبقى ضمير الانعكاس سي هيبقى سي زائد التصريف السادس للفعل تبقى سي خلي بالسياتك ضمير الانعكاس تحول بقى سي والفعل الهنا فعل خادم اتصرف التصريف السادس عشان الفعل هم والفعل ننزل مصدري يبقى مبارح بولو قابل جوليا ايه انسامي التشينيما تمام عايز اقولك واستمتعوا في السينيما يبقى سي سونو ديفرتيت يا شباب طبعا هنا خدنا تبعيد جامع مذكر عشان بولو جوليا جامع مذكر امبارح بولو قابل جوليا وهما الاتنين استمتعوا سويا في السيني يبقى سي سونو ديفرتيت كواندو سونو استانكو لما بقى عيان صوبيتو دافانتي ألا تبي نفس القصة الفصلة دي فصل الجمل يبقى انا عندي هنا جمل فعل هيتصرف يبقى زمن فعل تصريف الزمن زمن مدارع بحكم الجملة كلها في المدارع مفيش فاعل ابص على فعل الجملة الاولى سونو يمشي انا ويمشي هم لكن استانكو تعبان يبقى الفاعل انا يبقى فاعل الجملة التانية انا يبقى ميئة دورمينتو يبقى لما انا ببقى عيان انا بنام على طول قدام التبي راجتس فصلة اكي اورا في بوتاتي يا شباب في اي ساعة انتو في بوتاتي تستطيعوا ده فعل منعكس خلي بالك هنا جبت صرفت الضمير لانعكاس سي على حسب الفاعل بقى فيه يبقى الفاعل اللي جاي بعده في الشكل المصدري يبقى سبلياري بروف بقوله فصلة يا أستاذ بقوله حضرتك يبقى التصريف الثالث والسيمبري دائما يبقى زمن زمن مدارع والفاعل لاي تبقى سيزبليا حضرتك بتصحى دائما لوحدك بروف بقوله أستاذ بقوله فصلة يا أستاذ بقوله حضرتك سحيتي امتى مبارح نفس الفكر الفاعل يطلبه منك في الإجابة يبقى زمن فاعل تصريف الإجابة ما في هذه الكلمة دلة على زمن السؤال في الماضي يبقى زمن الإجابة ماضي مفيش فاعل في الإجابة أبص على فاعل السؤال حضرتك في الإجابة تبقى أنا في السؤال حضرتك في السؤال تبقى أنا في الإجابة تبقى ميسونو الزعطة باولو جوليا ديفانو يا باولو وجوليا يجب عليهم يبقى هنا الفعل طبعا جيء خادم يبقى اللي بعدين مصدري طيب يبقى التالتاشة يبقى باولو جوليا دينو يجب ان هم يتقابلوا الساعة منه طيب جوليا يباولو جوليا وباولو زهبوا الى الريف بير من اجل نفس الفكرة اي حرف جر يا شباب اللي بعديه فعل في شكل مصدري اي فعل مصرف اللي بعديه فعل في شكل مصدري طيب بس الفعل اللي جاي هنا ده فعل منعاكس طيب واحنا قلنا الفعل منعاكس لازم ايه ها الفعل ينزل مصدري واللي بعديه ضمير الانعكاس لازم يتم الجملة بقولك ايه جوليا يباولو فاصلة يبقى انتم يبقى الفعل هنا متصرف مع انتم انتم هتذهبوا الى الريف من اجل انتم تستمتعوا يبقى هنا في حرف جر يبقى فعلي يستمتع ديفيرتير الفعل هينزل مصدري يبقى ديفيرتيري وضمير الانعكاس السي لازم يتصرف على حسب الفعل هيبقى ديفيرتير في الثالثة يبقى الفي عشان انتم وديفيرتيري عشان الفعل في شكل مصدري سيامو ان ريتاردو احنا متأخرين ايدو بيامو يجب علينا بريبارارشي طبعا نفس القصف فعلي متصرف اللي بعديه مصدري والسي تحولت الى تشي قوني مطينا ماريو ايد ايو كل صباح ماريا وانا تشي دو بيامو يجب علينا يبقى انكنطراري ليه السي ضمير الانعكاس اتصرف بقى تشي وجي قبل المصرف اخش بعد كده يا شباب على ضمار المفعول به طبعا احنا عندنا الواحدة التالتة والواحدة الرابعة تتكلم عن ضمار المفعول به مبدأين كده يا شباب اتكلم عن ضمار المفعول به الكل اللي تحل محل كل المفعول والجزء اللي تحل محل جزء من المفعول بعد كده اتكلمنا عن ضمار المفعول به في زمن الماضي عشان التبعين طيب هنتقل بقى الاستراتيجية تانية لو جالك ضمار المفعول به تختار ضمير مفعول به اقول اللي سياتك تعملي باونه فاصلة ضوفي ايفاتو لبرافي دي الكونكورسو اياري قالك اكاسة هنا طالب منك ايه ضمير مفعول اول حاجة تفكر فيها هل عايز ضمير يحل محل كل ولا جزء ابص على الجمل فيك المدلة على التجزئة لا ما فيه شي بعايز كل تمام ابص على السؤال بقى ايه هو المفعول به اللي انا هشيله في الاجابة وحل محله بالهاء طبعا هنا المفعول مين لبرافي دي الكونكورسو ها يا بولو هل انت ايفاتو عملت البروباب بتاعة المسابقة طبعا سياتك اي حرف جار رابط اسمين ما ليش علاقة باللي بعد الدي ليه علاقة باللي قبل الدي فالفاعل هنا لبرافي جامع مؤنس يعني هشيله واجيب مكانه ليه تمام طيب طب تبقى اني واحدة بقى هل تبقى التانية خلط ليه لاني سياتك انت هنا عوضت ضمير المفعول اه بس ما حولتش الفعل مش احنا يا شباب انا عندي هنا في سؤال واجابة يبقى انا عندي حاجتين باشين مفعول واجيب مكانه الهاء وبحول الفعل يعني الفعل هنا بقوله بقوله انت يبقى انت في السؤال انا في الاجابة والمفعول بيه هيتشال ونجيب مكانه الهاء عملت البروفات ايوة انا عملته يبقى الاجابة مين يا شباب تبقى ليه او فطه يبقى ليه بروفي شلتها وجبت مكانها الليه واي فطه نازل او فطه طب وليه هنا قلت فطه مش فطه عشان فيه تبعية قلنا ضمير المفعول به لما يجي في الماضي اسم المفعول بياخد تبعيته اتنين من اللي لقى كلمات الاغنية قالك بولو لقاهم كلهم طيب كل ولا جزء طبعا تدل على الكل من لا تدل على التجزئ يبقى عايز كل الكلمات ايفيرسي نحن تقول لي كانسوني ايفيرسي جامع مذكر يبقى ليه طبعا والفاعل بولو يعني لوي تبقى ليه اتروباطي طبعا التبعية زي ما احنا شايفين ثلاث يا دينو وبول هل انتو كتبتوا موضوع البيئة قالك ايوة كتبنا بارح نفس القصة عايز كل المفعول به مين التيمة مفرد مذكر محدش يقول لي جامع مفرد مؤنس التيمة كلمة شزة مفرد مذكر يبقى لو طب ولو في الماضي الا بصطرفه مع الحفاظ على التبعية طيب نفس الفكرة محدش يقول لي دي انا هنا بحول فعله بحوله بشيل بعوض عن مفعول تبقى لبيامو سكريتو التالت سي افتي باورد اللزامي لو انتم خايفين من الامتحان جوليا ايو تيرات شرطة منت هتساعب بالتأكيد جميلة السؤال ده انا عندي هنا جملة شرطية سي ادات شرط افتي باورد لو انتم خايفين افيري باورد دي خف من من الامتحان يبقى انتم في جملة فعل الشرط فاعل طب جملة جاوب الشرط جوليا الفاعل وانتم مفعول هقول لكم جوليا هتساعدكم يبقى فيا شباب يبقى فاعل فعل الشرط انتم لكن فاعل جواب الشرط جوليا وانتم مفعول باولو اين كونتراتو اسواميتي باولو قابل زميلو ويه ها كل ولا جوز طبعا الكوني طبعا تجزئة معناها بعض جبتيني وانا مغمط ستة استحبت الى المنزل نفس الفكر يبقى نحن هنا في جملة الجملة الاولى فاعل الجملة التانية والدتي فاعل واحنا مفعول هتبقى تشين واخدت بالسيادتك ان فيه تبعية طبعا مع فعل يستحب يبقى تشيني حلت محل جمع مؤنس يا شباب يبقى نحن هنا جمع مؤنس ناي دينو فاصلة بواي ريزولفري البروبليما دي لبان يا دينو هل انت تقدر تحل فعل خادم بعدين مصدري تقدر تحل مشكلة الفرقة قالك ايوه يبصو ريزولفري هقدر احلها نفس الفكر فين المفعول طبعا البروبليما البروبليما كلمة شزة مفرد مذكر يا شباب يعني هتتشالوا جمع مكان هلو طبعا الفعل هنا مصدري ان الفعل لما يجي في الشكل المصدري ضمير المفعول به اما ان يوضع قبل المصرف او بعد المصدر يعني جبته هنا صح جبته هنا صح تبقى طبعا لون رجاطسي افيت فاتو لبروفين كامبانيا سيلا بيامو فات طبعا احنا دي غالبا نسألين كوانتي جيلاتي اي منجاتو كما عدد الايس كريم اللي انت كلته قالك اون واحد لا يبقى تجزئها هجيب نيه طيب وانيه هنا حكمها حكم الجزء وليس الكل خلي بالك ان اصل المفعول جامع مذكر لكن انا مليش علاقة بالاصل المفعول انا ليه علاقة بالتجزئة واحد يبقى نيه او منجاتو خلي بالسيادتك تبعية التجزئة هي الجزء وليس الكل كوانتي باجيني اي لتو كما عدد الصفحات اللي انت قريتها قالك نيه او لتة انا قريت منها القليل تبقى بوكي طبعا طيب هنا شباب نيه يبقى انا عايز كلمة عايز كلمة دلة عالتجزئة طيب بقونو تجزئة مولتي تجزئة طانتو تجزئة بوكي تجزئة ليه خدتي بوكي عشان اسم المفعول واخد تبعية جامع مؤنس يبقى التجزئة جامع مؤنس تبقى بوكي لكن لو قلت لتو تبقى قونو او طانتو قلت لت بل ايه تبقى مولتي الفكرة هنا يا شباب في تبعية التجزئة كي اا كو تشيناتو من اللي طبخ الاكلات الشعبية قال لك لمية ماما والدتي يبقى جامع مؤنس طبعا تبقى ليه افط طبعا ما تتبعية كوانتا بيتزا اي اوردناتو كما عدد البدة اللي انت تلطها تريبيتزي تلطي 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 قطع يبقى تجزئة تبقى نيه او اوردنات ايه طبعا اسم المفعول تبع الني وحكم الني وحكم الجزء جامع مذكر تبقى نيه او اوردنات باولو اي لتو اللي برو هل انت اريد الكتاب قال لك ايوة انا اريد منه ثلاث صفحات نفس الفكر ثلاث صفحات مش هينفع اجيب كل هجيب جزء اللي هي نيه واسم المفعول هيتبع الني وحكم الني حكم الجزء وليس الكل الكل هنا الكتاب مفرد مذكر لكن اللي انا عملته اريد ثلاث صفحات جامع مؤنس فتبقى نيه او لت طيب اي اسكولتاتو لكانسوني دي لي جابوا هل انت اريت سمعت الاغنية بتاعة المغندة قال لك ايوة انا سمعتها اشتركوا في القناة 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 طيب هل انت سمعت الاغنية بتاعة المغني ده قال لك ايوة انا سمعتها أل تري حلو او حد يقول لي أل تري اي عدد تجزئة هنا مش تميز يا شباب هنا ظرف زمان بقول لك أل تري ساعة ثلاثة فين التجزئة بقول لك عملت الواجب قلت لي عملت الساعة ثلاثة فين التجزئة لكن في فرق بين عملت الساعة ثلاثة وعملت منه ثلاث صفحات يبقى قلت ري ساعة ثلاثة يبقى كل مش جوز كانت سوني ومفرد مؤنس يعني لا لا في الماضي إيه لأبو سطرفو مع الحفاظ على التبعين اي اسكلتات اللي كانت سوني دي منير سمعت الاغنية بتاعة منير قال لك ايوة انا سمعتها اون بايو ديفولتي ركز بايو الوحدها تجزئة لكن بايو ديفولتي معناها مرتين فين التجزئة لانا سمعت الاغنية كلها مرتين يبقى مفيش تجزئة يبقى كانت سوني ومفرد مؤنس هنشيلها واجيب مكانها لا لا في الماضي إيه لأبو سطرفو تبقى له اسكلتاتا ركز كويس جدا يا أستاذي امتى العدد تجزئة امتى العدد مش تجزئة امتى بايو تجزئة وامتى بايو مش تجزئة جوليا هل انت شفتي الموديلات الأخيرة الجديدة بتاعة الأحزائي نايكي قالت ايوة انا اشتريت منها زوب لا بايو هنا تجزئة يبقى ني او كومبراطو فاهمين يا شباب اشتريت منها زوب تمام كوتش يعني جوليا آيفيستو باولو سيلفيا هو انت شفتي باولو سيلفيا قالت لك ايوة انا شفتهم الساعة واحدة نفس الفكر يبقى عايز كل مش جزء عشان قالونا الساعة واحد مش شفت منهم واحد يبقى باولو سيلفيا جامع مذكر تبقى ليه آيفيستي كوانتي باند أمريكاني كما عدد الفرع الأمريكية اللي انت تعرفت عليها قالك بوكي القليل يبقى تجزئة وبوكي جامع مؤنس تبقى ني او كونو الشوت طيب دينو آيفيستو يكون بتخلص الواجبات قالت ايو بوكو فا لا دي فترة زمنية زائد فا ايوة حد يقول لي نيه هنا منذ فترة بسيطة يبقى عايز كل يكون بتجامع مذكر تبقى ليه آيفيستي دينو دا كوانتو تيمبو ستودي ستودي لاموزيكا منذ كم من الوقت اللي وليس جزء يبقى لا ستوديو انا بدرسها من ثلاث سنين كوان اللي جارتسو ذلك الفتى الولد دا داترياني من ثلاث سنين يبقى عايز اقول لك اتعرفت عليه من ثلاث سنين داترياني منذ ثلاثة اعوام يبقى نفس القصة يا شباب مش تجزئة يبقى لوكو نوسكو انا عارفه من ثلاث سنين بروف باولو اللي هو بروف علي وستاذ علي عايز اقول له نفس الفكر بس هنا مفعول مش فاعل هيبقى طبعا ايه يا شباب هيبقى لا يبقى لا تحلم حل غائب مفرد مؤنس ومخاطب سيغة احترام لو انت جبت درجة كويسة هعزمك على العاشة برا يبقى تي يبقى انت فاعل فاعل الشرط مفعول جاو بالشرط اشتريته خبز تري كيلي اشترينا منه تلاتة كيلو يبقى نيه كواندو اي كومبراتو لجاك متى اشتريت الجاكت او كومبراتو بو كفا اشتريته من فترة قليلة يبقى طبعا ايه لأباسترف عايز كل مش جز يا شباب انت عرفتوا ايه اللي حصل مبارح اول لما نشوف فعل صابيري متصرف يا شباب بجيبه وراء لو لو سو لو سابرو لو سابيامو لو سابريمو مين هيقدر يجد كلمات الاغنية قالك دينو بو تروفارلي قدر يجدها يبقى يفرس جامع مذكر مش انها وجبنا مكان هليم ونفس الفكر اي ضمير مفعول مع فعل في شكل مصدري بيجي قبل المصدر لقبل المصرف لقبل المصدر بروف عالي نفس القصة تبقى له راجاطصي كيي فيه ام بي تاaticا مين دعاكم من الحفلة جوليا يبقى طبعا انتم في السؤال تنزل انا في الاجابة انتم فاعل تنزل انا فاعل انتم مفعول انا مفعول انتم فاعل في السؤال تنزل نحن فاعل في الايجابة انتم مفعول تنزل نحن مفعول ففي تنزل تشي تي تنزل مين هنتكلم دلوقتي يا شباب على صفات الملكية طبعا صفات الملكية قلنا هي مجموعة من الصفات التي تعبر عن علاقة ملكية تقربوا بين المالي و المملوك أي جملة فيها صفات ملكية الشبابة فيها عند تلات حاجات في مالك يملك في مملوك يملك في صفة ربطة بين الاتنين لما جا أقول لك مثلا كتابك يبقى أنت مالك والكتاب مملوك والكاف صفات ملكية كتابه يبقى هو مالك والكاف مملوك ولا صفات ملكية ده عندنا في اللغة الإيطالية طيب معنى كده أن أي جملة فيها صفات ملكية زي ما اتفقنا فيها تلات حاجات فيها مالك يملك مملوك يملك صفة ربطة بين الاتنين طب المالك ده احتمالاته ايه؟ الضمار الشخصي بتكلم عن نفسي كمالك أنا بكلمك كمالك أنت هو هي إحنا كمالك نحن وانتم كمالك انتم هم مالك هم زي كتابك كتابه كتابنا كتابكم كتابهم كل مالك من الستة دول يا شباب ممكن يملك ايه المملوك طبعا المملوك ده اسم يا شباب واي اسم في اللغة الاطالية لأربع حاجات لأربع حالات لمفرد مزكر لمفرد مؤنس لجامع مزكر لجامع مؤنس صح كدة يبقى كل مالك محتمل أن يملك أربع حاجات يعني انا ممكن اتكلم عن أخوية أنا دلوقتي بتكلم عن نفسي كمالك إيه وأنا أنا مفرد مذكر هو لما تكلم عن والدي يبقى أنا والمملوك بتاعي زي بعض بتكلم عن والدتي يبقى أنا والمملوك بتاعي مختلفنا إخوات الشباب اختلفنا إخوات البنات اختلفنا يبقى كل مالك يحتمل ألي يملك أربع حاجات عشان كده كل مالك بياخد أربع صفاتي شباب لو أنا بتكلم عن نفسي كمالك إيه وبملك مفرد مذكر هاخد إيه الميو بملك مفرد مؤنس لمية جمع مذكر إميائي جمع مؤنس لمية طيب بكلمك أنت كمالك أنت أو أنت يعني تو اللي أنت بتملكه مفرد مذكر لتو مفرد مؤنس لطوة جمع مذكر إتوي جمع مؤنس لتو إيه ده؟ يعني ممكن بكلم ولد ودي له صفة مفرد مؤنس آه لو المملوك اللي بيملكه مفرد مؤنس يعني عايز أقولك بكلم باوله باوله فصلة فين عربيتك يبقى دو في لطوة مكنا يبقى باوله فصلة بيساوي تو يبقى باوله هنا هياخد الأربع صفات إلتو لطوة وإتوي ولتون المملوك بتاعه مفرد مؤنس هقوله لطوة طيب فين كتابك يا باوله؟ إلتون طيب كتب الجمع مذكر إتوي إقلام الجمع مؤنس لتون طيب يبقى صفات الملكية يا شباب تعريفاتها صفات تعبر عن علاقة ملكية تربو بين المالك والمملوك بختارها إزاي؟ الاستراتيجية بتاعت الحل بقى من المالك؟ لازم سيادتك تقولي المالك أني واحد من الستة دول نوع وعدد المملوك يعني المملوك ده مفرد مذكر ولا مفرد مؤنس جامع مذكر ولا جامع مؤنس بس كده يا شباب اللي محتاج شرح أنا منزل فيديوهين لصفات الملكية طيب الشواس بقى عندنا أول حاجة إحنا عارفين لو المالك سيئة تحترام هنقوله لأي يعني أساس باولو دو فيه أين مكنا؟ فين العربية بتاعت سيادتك؟ المالك هنا الأستاس باولو بيساوي لي؟ يبقى الأستاس باولو ده هياخد السو وياخد لصوة وياخد إسوي وياخد لصوة أنهي واحدة من الأربعة حسب نوع وعدد المملوك مكنا مفرد مؤنس هتبقى لصوة طيب الحالة الثانية في الشواز قلنا لو أنت خدت بالك أن صفات ملكية كلها يجب أن تصبق بأداة تعريف يعني أي مملوك مفرد مذكر بقوله الميو والتو والسو والنستر والفستر واللور يبقى صفات ملكية يجب أن تصبق بأدوات تعريف يبقى الشهاز امت صفة ملكية تيجي بدون أداة تعريف؟ قال لك والله صفات ملكية بتيجي بدون أداة تعريف في ثلاث حالات أول حالة إذا كان المملوك من أفراد العائلة يعني ايه فرد عيلة اب ام اخ اخت زوج زوجة حفيد ابن العم عم خال خالة جد جد بس اشفرد عيلة بس ده لازم فيه تلات شروط مفرد وما في الصفة قابليه وغير مدلل يعني مش متدلع يعني ايه مفرد يعني اخ مش اخوات يعني ايه غير مزبور بصفة جدتي مش جدتي الطيبة يعني ما في الصفة قابليه يعني ايه غير مدلل يعني مش متدلع يعني بادري مش بابا مادري مش ماما طيب يعني أول حالة إذا كان المملوك من أفراد العائلة بشرطة أن يكون مفرد غير مصبوك بصفة غير مدلة يعني إيو ستوديو كون بادري أنا بذكر مع والدي طيب ما أنا هنا مفرد أنا بتكلم عن نفسي كمالك إيو يبقى أنا أخد الميو لميا إيميائي لميا المملوك بتاعي بادري مفرد مذكر يعني المفروض الميو لكن طبعا المملوك هنا قبل فرد عائلة وفيه ثلاث شرور مفرد وما فيه الصفة قابلية وغير مدلة فعشان كده شيلت أداة التعريف هتبقى ميو بسة شباب يبقى كل اللي بنعمله بنشيل الألف واللان من قدام الصفة الحالة التانية إذا وقعت صفة ملكية بين تصريف فعل إسر يكون وصفة الإشارة كويستو هذا أو هذي علي إيه كويست بنا يا علي هو ده ألمك المالك هنا علي بيسوي تو يبقى علي هياخد إلتو وياخد لطوة وياخد إتوي وياخد لطوة إن مملوك بنا مفرد مؤنس إن مفروض لطوة لكن طبعا هنا الصفة وقع بين فعل يكون وصفة الإشارة كويستو فاشلنا الأداة بقيتوها الحالة التالتة يا شباب اللي بشيل فيها الأداة من قدام الصفة إذا جاءت صفة ملكية بمفردها أو حصل تقديمه التخيج بعد المملوك يعني إيه بمفردها أنا داخل الفصل بقول الألم ده بتعمين دي كي إيه كويست بنا هل الإجابة حد هيقول لي هذا القلم يكون ملكي ولا هيقول لي إنه ملكي هيقول لي إنه ملكي يبقى كيف تبقى إيه مياه زي ما أنتو شاكين طيب إفر بقى المملوك ده كان فرد عيلة بس فقط شرط مشروط التلات زي الجملة دي يعني باولو باولو بيذهب إلى المدرسة مع إخواته الشباب الملك هنا باولو يبقى لو يبقى هياخد إلسوه وياخد إلسوه وياخد إلسوه وياخد إلسوه فرد عيلة ده المملوك جمع مذكر تمام هو فرد عيلة بس مفرد لا مش مفرد هنا فقط شرط الإفراد هنا غير مزبوك بصفة وغير مدلل بس مش مفرد كده مش شازي بقى حطيت أداة تعريفة يبقى المملوك لو فرد عيلة شبابه فقط شرط مشروط التلات لازم نحط أداة التعريف طيب باولو أيوتا لسوه سورلينة باولو بيساعد أخته الصغيرة هنا المملوك فرد عيلة بس فقط شرط التدليل متدلع طيب باولو أعمل السوه باولو بيحب جدته الطيب هنا المملوك فرد عيلة بس سبقته وصفة طيب وطبعا بقول غير مزبوك بصفة مش غير موصوف يعني ممكن أقول لك والدتي تكون مهزبة هقول هنا عادي بيبقى الفرد العيلة يكون غير مزبوك بصفة مش غير موصوف يعني ما في الصفة قابليه الحالة الخامسة بس سيادتك لو الملك هم أو هن لازم أحط أداة التعريف في جميع حالات حتى لو المملوك شازي حتى لو المملوك فرد عيلة وفيه ثلاث شغول يعني باولو دينو فانو أسكولا باولو دينو بيذهبوا إلى المدرسة عايز أقول مع والدهم الملك هنا هم والمملوك أب مفرد مزكر فرد عيلة مفرد وما في الصفة قابليه مش متدلع بس لازم أحط أداة التعريف عشان الملك هم أو هن تبقى إيه اللغة هن طبعا دي أسماء أفراد العائلة يا شباب طبعا أسماء العائلة في حالة التدليل بابا ماما لو بتدلع يعني فراتلينو سوريلينا وهبس طب نحل إيه وجوليا أنديامو ألشيني ما كون فاميليا لأفس الخص صفات ملكية يبقى من المالك نوع وعدد المملوك المالك إنا نحن أنا وجوليا يبقى النوستر لنوستر المملوك فاميليا مفرد مؤنس تبقى لنوستر طيب جوليا أوتو دي اختصار أوتوموبيلة سيارة مفرد مؤنس يبقى لالورو راجعت ستورناتك أكازا كون هل أنتم هتعودوا إلى المنزل مع والدتكم تمام المالك إنا مين أنتم فوي يبقى ياخد الفوستر لفوستر 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 والمملوك مادري مفرد مؤنس يبقى المفروض لفوستر بس الأم دي مفردة عيلة وفيها ثلاث شغول مفرد وما في الصفة قابليها ومش متدلعة يبقى لازم أشيل الأداة هتبقى في رسترانتك خمسة إيه النقط بادري لفورا إن أم رسترانتك حلو هنا مفيش مالك محدد يا شباب صح والإيه طب نبص على المملوك بادري دفار دعيلة ده مفرد مذكر آه بس دفار دعيلة مفرد وما في الصفة قابليه ومش متدلع يبقى استحالة أحط أداة التعريف قدام الصفة إلا لو المالك مين هم أو هن تمام أبص ألاي أني في إيل هو كده كده حطت لي أداة التعريف إيل يبقى غصبا عني المالك هم تبقى اللورو يا شباب يبقى هنا أكبرني عن المالك بحكم القاعدة طيب ست باولو فاصلة إنسينيانتي جوفاني كانتانتي إبرابا المالك أنت طيب إنسينيانتي مدرس أو مدرس جوفاني شاب أو شاب كانتانتي مغني أو مغني يعني طبعا اجتبت لك كلامات دون أنا أجيبهم قاصد يعني طبعا دول يمشوا مفرد مذكر ويمشوا مفرد مؤنس فيها مشكلة أحدد إزاي لا يديك اسم لا يديك صفة هنا برافا يبقى كل دول مفرد مؤنس تبقى لطوع باولو أيوتا سامبر نباطة باولو بيساعد دائما حفيده يبقى باولولوي هياخد إلسوه هياخد لسوه وياخد إسوي وياخد لسوه نباطة مفرد مذكر تمام أو مفرد مؤنس بس خلي بالك حفيد أو حفيدة نباطة تمشي اللي اتنين طيب بس مش ده فرد عيلة آه مفرد آه ما في الصفة قابليه تمام غير مذلل آه يبقى استحال أحط أداد إيه أداد تعريف يبقى الصحة هنا سوه صح وسوه صح تهمين يا شباب لأن ده معناها حفيدة أو حفيدة لكن الصحة هنا مين سوه يبقى ده معناها حفيدة يبقى الاختيار الوحيد اللي صحة يا كلمة سوه تمام راجاتسي فاصلة كواندو أنداتي ضل بابا الملك مين راجاتسي فوي تمام يبقى الفوستر لا فوستر لا فوستر لا فوستر المملوك بابا ده مفرد مذكك محدش يقول لي بابا ده مؤنس بابا ده دلع بدري تمام ده فرد عيلة آه مفرد ما في الصفة قابليه بس متدلع بس يبقى لازم أحط أداد إيه أداد تعريف تمام زي الفول يعني المفروض أقول لك إيل فوستر صح آه طبعا صح لا غلط ليه غلط عشان أنا جايب لك ضل ضل دي يا شباب حاصل دمجة حرف الجر ده مع الإيل يبقى كده كده أنا جايب لك إيل في الجملة يبقى السيادتك هتجيب لي صفة ملكية بدون أداد تعريفة تجيبها لي فوستر طب ليه جيبتها لي فوستر عشان كده كده الأداة موجودة مع حرف الجر ده يبقى فوستر صح طيب إيل سيامو أنضاطي ضاي نفس الفكرة يا شباب سيامو أنضاطي نحن يبقى الملك نحن يبقى النسطر لنسطر إي نسطري لنسطري المملوكه الجيني جامع مذكر يبقى المفروض إي نسطري لا هنختار نسطري بس طب ليه عشان ضاي دي حاصل دمجة ضاي مع الإي طب ماندنو فيليو بيكم براري الباني هم بيبعتوا الإبن عشان يشتري الجريدة نفس الفكرة الإبن هنا لو مفرد مذكر فيليو فارد عيلة إبن ما فيه الصفة قابليها مفرد غير مدبوعة بصفة يبقى لازم أحط الأداة آسف آسف يبقى لازم أحذف الأداة من قدام الصفة صح كده يا شباب طبعا يبقى الوحيدة اللي تمشي هنا مين ها طبعا لازم أحذف الأداة فإن ميه غلط التو غلط التو غلط لكن اللورو طبعا الوحيدة اللي تمشي لأن الوحيد مع أفراد العائلة الشواز اللي بياخد أداة تعريف هي المالك هم أو هن تبقى صح اللورو باولو جوكا تينيس كونت سورلينة باولو بيلعب تينيس مع أخته الصغيرة المالك باولو بيسوي لوي يبقى لسوه لسوه سورلينة مفرد مؤنس تبقى لسوه بس سورلينة دي فقد عيلة آه بس فقدت شرط التدليل دي مدللة فلازم حط الأداة تبقى لسوه منذ أنا ببعث فيليو إبني عشان أشتري الجريدة نفس الفكرة يا شباب فيليو إبن فقد عيلة في ثلاث شروط يبقى استحالة حط الأداة إلا إذا كان المالك هم أو هن يبقى طبعا ميو برو باولو دوفي كيافي أستاذ باولو سيغة اخترام بيسوي لي هو الممنوك كيافي مفرد مؤنس هتبقى لسوه الولدين بيحبوا طبعا فيليو تبقى إيه اللورو أنديامو ألتشيني مكون بابا يبقى إيه النوسترون طبعا إحنا نسألين جميلة زين آآ باند سونو مولتي فانتاستيكا تبقى لينوستر يا شباب عشان باند هنا جامع مؤنس باند طبعا تمشي فرقة وفرق بس هنا جامع مؤنس عشان فانتاستيكا باولو إيه كويستا كيافي يا باولو هل المفتاح ده بتاعك يبقى الملك أنت باولو والمملك مفرد مؤنس المفروض لطوة بس الصفة هنا وقع بين فعل يكون وصفة الإشارة كويستو فشلت الأداء دي نوئة كويستا بيننا هو ده الألم بتاعك سي اي مية جبت طبعا الصفة بدون أداء التعريف عشان جاي لوحدها نبتدي نتكلم يا شباب دلوقتي على الإسبريسيوني دلوقتي تعبيرات الدل على المكان احنا عندنا 14 تعبير يا شباب كل تعبير ليه معنى مستقل طيب من حيث المعنى قلنا كل واحد ليه معنى مستقل ولازم سيادتك تحفظ المعاني عشان ممكن يجي عليها سؤال في القطاع يجي يقولك مثلا الجنينة اللي هنظفها قدام المدرسة يسألك تحت فين الجنينة طيب طيب من حيث الشكل بقى شباب قلنا فيه تمانية بيجي بشكل مركب فقط وفيه ستة بيجي بشكل بسيط فقط يعني مركب فقط سيادتك يعني لونطانو معناها بعيد لونطانو دا بعيدا عن يبقى لونطانو دا لما تنزل في الجملة استحالة تنزل لونطانو دا لأ هاخد حرف الجاري دا دا اعمله ادماج مع اداة التعريب بتاعة الاسم اللي جايب عليه بس كده شباب طيب التمانية اللي بيجي بشكل مركب نفس الفكر انا مقسم هوم لك بقى فيه واحد بس بيجي مع حرف الجاري دا اللي هو لونطانو دا معنى كده انه لونطانو دا مش هينزل في الجملة لونطانو هينزل في الجملة لونتان وضل وضل أبوستروف وضل حسب أداة التعريف بتاعة الإسم اللي جايب عليه طب فيه اتنين بياخدوا دي وفيه الخمسة الباقيين بياخدوا دي فرونتي آ أكانتو آ دي فرونتي آ يبقى التمانية المركبين يا شباب أهم واحد ضاء اتنين دي خمسة آ طب الستة اللي بشكل بسيط مش يحصل لهم إدماج يعني كويل وحدها و أداة التعريف لوحدها دينترون وحدها و أداة التعريف لوحدها طب السؤال هيجي زي سألتك في الجزئة دي في الجزئة دي حاجة من الاتنين لجيب لك التعبير يا شباب لونتانو وإنت تجيب حرف الجار المركب يعني جي قابلك مثلا التشينيما السينيما إيه لونتانو نقط سكولا خلاص لونتانو بتاخد ضاء وسكولا بتاخد لا يبقى ضلة يعني خلي بالك الضاء والدي والآ استحالة ينزله كده ده ينزله مدمجين يبقى لإما يجيب لك التعبير وإنت تجيب حرف الجار المركب لإما يجيب لك حرف الجار المركب وإنت تجيب له التعبير يعني جيت قلتلك دلة يبقى عايز السينيسترا لإما قدسترا قلتلك الله يبقى عايز واحد من الخمسة دول قلتلك ضلة يبقى عايز لونتانو نبص على أول جملة هنا بقولك دالر ماضي هنا خلاص طب هنا ضلة مين اللي بياخد ده لونتانو طب لابورتا إيه؟ دلة مين اللي بياخد دلة؟ السينيسترا لإما قدسترا طبعا مش يجيب لتين في الانتحان تبقى السينيسترا طب المركاتو إيه؟ الله يبقى عايز واحد من الخمسة طبعا في تشينو المركاتو إيه؟ لونتانو هنا بقى عكس بدل ما جاب لك حرف الجار جاب لك التعبير نفسه نفس القصة هجيب حرف الجار وادمجه طبعا لونتانو بتاخد ده ويتشينيما بتاخد إيل سوبا مركاتو بياخد إيل بار بياخد إيل طبعا يبقى طال طب خمس إلتشينيما إيه؟ السينيسترا السينيسترا بتاخد دي واستاديو بتاخد لو تبقى دل لو خلي بالك إن دي لما بتحصل لها إدماج بتبقى دي أما الضامر بتتحولش طب لميها كازا إيه؟ دافانتي طب ما دافانتي بتاخد آ واستاديو بتاخد لا هتبقى الله يا شباب كلام جميل وزال فل طب نرجع موضوعنا بقى تاني فيه فرق يا شباب بين إن ودينترو وصوة صوبرة إن حرف جر دينترو تعبير دل على المكان ماشي طب منحس المعنى اللي اتنين نفس المعنى بمعنى داخل اللي اتنين نفس المعنى طب منحس الشكل لأ إن بتيجي بشكل مركب فقط دينترو بسيط فقط يعني إيه؟ يعني إن لما تنزل هنا بمعنى داخل لازم أدمجها مع عادات التعريف زي الشكل اللي ساتك شايفه ده نيلا بورس بورسة بتاخد لا مع العلقين بقيت نيلا طب دينترو بتيجي بشكل بسيط يعني هتبقى دينترو واحدها ولا الواحد يبقى شباب عايز أقول القلم يكون داخل الشنطة أو الكتاب داخل الشنطة تبقى ليبرو إيه؟ لإما نيلا بورسة لإما دينترو لبورسة اللي اتنين صح نفس اللي قلناه على داخل هنقوله على فوق فوق بمعنى سوء أو صوبرة اللي اتنين نفس المعنى اختلاف الشكل سوء بتيجي مركب فقط صوبرة بسيط فقط يعني الجاتو القط دور مبينام عايز أقول فوق السرير لإما سوء الليتو لإما صوبرة الليتو طب نبص مع بعض بقى على رقم سبعة التينيما إيه؟ لابي بليوتيك تمام طيب معلش بقى خلينا بس لسه في رقم سبعة بيقولك التينيما إيه؟ لابي بليوتيك كلام جميل طب هنا يا شباب جايب لي لا يبقى تبقى اللي أنا قلت وأنا عايز حاجة من ستة فوق تحت والكلام ده كل طبعا هنا جايب لي الأربعة كلهم بيأتوا بشكل مركب طبعا دفانتي بتاخد A قدستر بتاخد D لونتانو بتاخد D ديترو بتاخد A معنى كده إن ما ينفعش أجيب أداة تعريف مع تعبير بييجي بشكل مركب قال لك أيوة بس فيه واحد بس من التمانية اللي بيجي بشكل مركب ممكن ييجي بسيط وممكن ييجي مركب اللي هو ديترو ديترو ده لإما بياخد A لإما ما ياخدش طبعا في الجملة دي الوحيد اللي يمشي معانا هو كلمة ديترو لإن ديترو يا شباب لإما ممكن يجي أقولك آه بياخد آه هتبقى أقل لإما ما ياخدش حرف الجراء يبقى الحالة الصحة هنا هي ديترو طب لكذا إيه السينيسترا السينيسترا بتاخد D وتشينيما بتاخد L مش لا أخلي بالك شينيما مفرد مذكر هتبقى دل الجاتو إيه الليتو عايز أقول فوق السرير يبقى لإما هستخدم سو لإما هستخدم صوبرا بس لو استخدمت سو هدمجها هتبقى سول استخدمت الصوبرا هتبقى إيه هتبقى صوبرا إيل طبعا أنا هنا جايب لك إيل يا شباب طبعا لما جبت إيل يبقى لازم أجيب صوبرا منفعش أستخدم سو لإن هدمج السو مع الإيل هتبقى سول لما ليتا إيه لارماديو التيشيرت يكون داخل الدولاب لإما إيل مدمجة مع عادات التعريف لإما دينترو غير مدمجة يبقى الصح هنا دينترو إيل أبوستورف وأرماديو لإما نيلا أبوستورف طبعا هنا نيلا أبوستورف براية الحائط شيئون بوستر عايز أقولك فوق الحيطة موجود البوستر تبقى سوبرالا طبعا لإما سوبرالا لإما سولة لميا كازا إيه ألا سكولا نفس الفكر الله بتاخد حاجة من الخمسة هنا طبعا دبعا دي آخر حاجة يا شباب عندنا ليه بروبوزيتيون حروف الجر طبعا أمش أشرح حروف الجر بتفصيل عند سيادتك الفيديوهات لو حد عايز تفصيل بس أنا هشرحها طبعا بشكل موجز يعني طب أول حاجة يا شباب هنفترض دلوقتي إن انت هيجيلك طلب منك حرف جر تماما في النقط طب إفرد حرف الجر ده يجيب عدي مكان زي ما اتفقنا لإما هياخد معنى مين لإما هياخد معنى إلا طب إلا آ أو إن أو بير يبقى فيه ثلاث حروف جر بيجيب معنى إلا طب من ما عنديش لضا طبعا دي مهمة جدا في القطعة لما جا أقول لك إن فلان فييني مثلا ضا ميلانو يبقى السيادتك لازم تعرف إن ضا ميلانو معناها مين ميلانو مشي من ميلانو طب فيين بولو بارتي بير ميلانو يبقى إلا ميلانو طب فييني آ ميلانو زهب إلا ميلانو يبقى لازم تفهم سيادتك يبقى حرف جر آ أو إن أو بير بعدين مكان هيديني معنى إلا طب ضا مكان هيبي معنى من تمام كده فهمنا المعاني في القطعة طب أنا في الاختيارات لو جالي مكان وأبلي آ أو إن أو بير أخذ أنا واحد طيب بوست شباب لو عايزة أقول خلينا الأول بس لو أنا عندي مكان عايزة أجي من مكان من مكان ما عنديش اللح حرف جر واحد اسمه ضا يبقى như أنا عايز أأتي من مكان ما عنديش اللحرف جر واحد بس اسمه دار طيب في اللغة الإيطالية المدن ما بتجيش قبليها ألف و لان معدى مدينة القاهرة والدولة طبعا دولة زي مصر زي انجلترا زي فرنسا لازم قبليها ألف و لان طيب يبقى أنا عايز أقولك أنا جاي من مثلا ميلانو وجاي من إيطاليا يبقى فينجو طبعا ميلانو مدينة هتبقى داميلانو طب دولة لا دولة لازم قبليها ألف و لان و حرف الجاري ده بيحصل له إدماج مع عادات التعريف هتبقى ضل يبقى مكان من ما عندش الأضاء بسيط مع المدن مركب مع الدول طيب لو أنا بقى عايز أقولك أنا رايح للمكان ده عندي حرف من الثلاث حروف دول لإما آ لإما إين لإما بير الثلاثة معناها إلى مكان طيب بير ده بيجي مع فعل واحد بس اسمه بارتير يارحل يبقى بير بيجي بمعنى إلى مكان مع فعل واحد فقط اللي هو فعل بارتيري طيب الأو الإين مع أي فعل تاني يأتي بقى يصل يعود وهكذا طيب الأو بيجي مع المدن الأو إين مع الدول زي الفل يبقى مكان هياخد معنا إين رايح المكان ده لإما جاي من المكان ده جاي من المكان ده من؟ ما عنديش اللى ضاء ضاء بسيطة مع المدن مركب مع الدول طيب رايح المكان آ أو إين أو بير بير مع فعل بارتيري الأو الإين مع أي فعل تاني الآه مع المدن الآه مع الدول طيب نبص على الجمل باولوفياني باولو يأتي روما إلى مدينة روما طبعا هنا عايزة أقول إله هتبقى آه يا شباب محدش يقول لي بير الفعل مش بكتيري ودي مدينة هتبقى طب باولوفياني عايزة أقول هروح إلى القاهرة هتبقى آه برضو بس هنا القاهرة بتاخد أداة تعريف المدينة الوحيدة اللي بتاخد ألف ولام هتبقى آه طب جوليا عريفة ركز بقى حايزة أقول تصل إلى إيطاليا أو من إيطاليا طبعا لو من إيطاليا هتبقى ضل بس طرف هنا مفيش خالص ده طب إيه لا قلنا آه أو إن أو بير هنا الفعل مش بكتيري فهنجيب إيه آه أو إن اللي جاي بعد النوع الدولة هنجيب إن طيب طب إزاي جبت إيه بقى مش أنت قلت يا مستر إن الدول لازم قابليها ألف ولام أيوه الحالة الوحيدة يا شباب اللي بتكسر فيها القاعدة الدولة بتيجي بدون أداة تعريف مع حرف الجر إيه يبقى الدولة مع حرف الجر إيه لو جاي لوحدها هجيب إيه بالشكل البسيط بمعنى يعني إيه إيطاليا طيب لكن لو الدولة جاي معها صفة أو جاي معها إضافة زي مثلا بريطانيا العظمى لا يبقى كده جبت عظمى جبت الصفة مع بريطانيا جنوب إيطاليا لا يبقى كده حددت الدولة بالإضافة أو الصفة يبقى لازم إيه تيجي بالشكل المرد يبقى الحالة الوحيدة اللي الدولة بتيجي فيها بدون أداة تعريف لو جات مع إيه والدولة جات لوحدها عشان دي مهم يا شباب يبقى جوليا قريفة إيه إيه إيطاليا طب اللي بعدها سيلفيا ريتورنا بتعود إيطاليا دي السود جنوب إيطاليا لا نفس الفكر هجيب إيه إيه برضو بس لازم أدمجها عشان الدولة جاية مع إيه معرفة بالإضافة اللي هي جنوب إيطاليا طب بيبليوتيك بتاخد إين بس هنا جاية المكان لوحده ولا معاه إضافة لا دي مكتب المدرسة تبقى نيلا طب قفيتشو دي البرزيدانت مكتب الرئيس يبقى طبعا نيلا بصطرف طب جوليا قريفة جوليا بتصل طمام لو إلى إيطاليا طبعا للدولة هنا جاية لوحدها هتبقى إيطاليا هنا مفيش إين عايز أقول مين ضايا أشباب معنا مين مكان بسيطة مع المدن مركب مع الدول هتبقى ضلة مصطرف اللي هي الضازة دي الى مصطرف علي بارتي فرنسا طبعا دي مدينة يرحل إيه هتبقى بير يرحل من هتبقى ضاء طبعا هنا فعل بارتيري هتبقى بير اللي هي معنا يرحل إيه طب دينو بارتي أمريكا دينو هيسافر إلى مدين إلى دولة أمريكا طبعا هنا هتبقى بير إلى مصطرف طبعا عشان فعل بارتيري خدنا بير طب عايز أقول مين هتبقى ضل لبسترف طبعا مش موجودة هتبقى بير إلى مصطرف طب عشرة بولو بارتي سبانيا هيسافر إلى أسبانيا طبعا تبقى بير صح ماشي بس لازم أداة تعريف يبقى الصح هنا ضلة طب بولو بارتي إلى فرنسا هيسافر إلى فرنسا هتبقى بير ايو اسمتو دينو بيرانداري الفرداء جنة اسم شخص هناخد ضا برضو بس معناها عنده يبقى ضايا شباب يأتي من مكان او يذهب عنده شخص طبعا جوليا تيه هتاخد ضا ايو دينو انا ودينو انديامو اوجي هنذهب اليوم نونة عند جدتنا او دينتيستا طبيب الاسنان سيادتك هناخد ضا برضو بس ضا مع اسماء الاشخاص والضمار الشخصية بتأتي بشكل بسيط مع الالقاب والمهن بتأتي بشكل مركب هتبقى ضل هتبقى هنا طبعا ضلة عشان نونة بتاخد لا ودينتيستا بتاخدها جوليا بتذهب عنده ابن عمه تماما سؤال جميل جدا بص يا سيدي اولا هنا جوليا طبعا هنا جاي اسم حد عاقل اي حد عاقل هناخد ضا بسيط مع البسيط مركب مع المركب طبعا اللي جاي ده لقب المفروض هقول ضل راح كنا؟ راح لازم اجيب اداد تعريف بس سيادتا كنا المملوك ده شاز كتجينه ابن العام فرد عيلة مفرد ما في الصفة قبليه غير مدلل فما ينفعش احط اداد تعريف هتبقى ضا بس يا شباب يبقى هنا حالة شازة جيبت ضا بشكل بسيط عشان المملوك شاز طب باولوفا اسكولا صوف راتيلو يبقى طبعا كون معناها معا يبقى مع الاشخاص لاما كون لاما ضا يا شباب حسب الجملة طب ايه فرجالك في البعض النوات عدد زي الفول اي عدد هياخد لاما آ لاما ضا لاما ضا بمعنى لو عدد لوحده يا شباب اللي هو المعاد هنجيب لاما الله بصطرف ولاما الله بمعنى يعني يا الله احنا هنذهب للسينما في تمام الواحدة يبقى قونا هتبقى الله بصطرف من اثنين بس سيادتا كنا المملوك ده شاز كتجينه ابن العام فرد عيلة مفرد مفي الصفة قبلي غير مدلل فما ينفعش احط اداة تعريف هتبقى ضا بس يا شباب يبقى هنا حالة شازة جيبت ضا بشكل بسيط عشان المملوك شاز طب باولو فا اسكولة صوف راتلو يبقى طبعا كون معناها معا يبقى مع الاشخاص لاما كون لاما ضا يا شباب حسب الجملة طب ايه فرجالك في البعض النوات عدد زي الفول اي عدد هياخد لاما آ لاما ضا لاما ضا بمعنى لو عدد لوحده يا شباب اللي هو المعاد هنجيب لاما الله بصطرف ولاما الله بمعنى يعني يا والله احنا هنذهب للسينما في تمام الواحدة يبقى قونا هتبقى الله بصطرف من اثنين لحد لكبعة وعشرين هتبقى الله طيب ايه فرجالك عدد بعد اسم اللي هي مثلا تلت سنين اربع عوام هناخد ضا اللي هي ضازقت فترة زمنية وهنا دلع المضار طب ايه فرجالك عددين ثلاثة لاربعة خمسة لستة هناخد ضا اللي هي من الساعة كزا للساعة كزا ودي مهمة جدا ممكن يجي في القطع يقولك المحل بيفتح مثلا من ثلاثة لخمسة يسألك تحت المحل بيفتح كم ساعة السنتر مثلا بيشتغل من ستة الصبح لاربعة بالليه لاربعة الضهر بيشتغل كم ساعة تمام يبقى العدد يا شباب لاما هستخدم ا لاما هحط ضا لاما هحط ضا نبص لالي تسيوني في نيشي الحصة هتخلص قطو طبعا ده عدد لوحده يبقى لاما اوه مركبة لاما قلة بستروف ولاما قلة مهمة هناخد اه بس طبعا تمانيها تبقى قلة الفيلم كومينشا الفيلم بيبدأ قونا دي ساعة واحدة بالليل تبقى قلة بستروف طبعا عشان هنا الساعة واحدة دينو ستوديا الانجليزي تريت جورني دينو بيذاكر انجليزي من ثلاثة ايام تبقى ضاقا هنا عدد بعدي اسم طب المدرسة بتفتح قطو قالونا من الساعة تمانية للساعة واحدة تبقى ضل اللي هي ضاقا طب انجو سيكيود المحل بيفتح من واحدة قلة ري للساعة اه تلاتة تبقى ضل بستروفه طبعا طب الفيلم دورة ضلت ري الفيلم بيستمر من الساعة تلاتة لخمسة هنا من تلاتة لخمسة هتبقى قلة اللي هي ضاقا افر بقى ستة جالك وسيلة موصلات بعد النقاط هنستخدم حاجة من الاتنين ان الوسيلة كن اداة التعريف الوسيلة بس الاتنين معناها بواسطة دينو فاقس ألتشيني ما أوتوبوس هتبقى قين طبعا علي بارتي آياريو طائرة هتبقى قين إيلا بستروفو دينو ريتورن أوتو أوتوموبيلي سيارة تبقى قين لا دينو فاقس كولا بيتشي اللي هي بتشيكلتة عجلة تبقى قيني بولو فاقس كولا بيادي سولو بولو فاقس كولا سولو معناها بمفردي هتاخد ده طب بعد كده الشباب عندنا تشي و تشي سونو طبعا الاتنين معناها يوجد تشي بعدها اسمه مفرد زي جروب وفاصل جروب ومجموعة كلاسي فاصل ترافكو اللي هي النغو زحام طب تشي سونو بيجي بعدها جمع زي ترينتا تلاتين في أفلام مولت كسير تانتي كسير لبن الفرق إن شينترو مولتو ترافكو تبقى تشي آخر حاجة يا شباب عندنا طبعا ما يأتي قبل التوقيطات لو جالك تاريخ يوم زي مثلا 25 يناير مثلا هناخد إيل شهر الواحدة هناخد آ أو إن والإتن صح شهر مطبوع بصفة أو عام هناخد إن بالشكل المركب فاصلة هناخد إن عام هناخد نيل طبعا دي خدتوها السنة الفاتح لزام الانتحان بيخلص 21 يناير تبقى إيل العيد ميلاد عالي يكون في شهر أبريل طبعا هنا الشهر الواحد وهتبقى آ أو إن طبعا هنا آ باولو إيه بارتيتو برميلانو ماجيو سكورسو في شهر مايو السابق هتبقى نيل باولو إيه ناطو تولد في شهر أغسطس لسنة 2000 تبقى نيلة بصطرفه طبعا هنا الشهر مع إضافة وهنا الشهر مع صفة خمسة استاطي بكده الشباب نكون انتهينا أنا معاك في أي حاجة أي سؤال أي استفسار أنا معاك على القناة بالتوفير للجميع ربه إن شاء الله بإذن الله خير وتفاعله بالخير تجدوه ربنا رب يوفي الجميع إن شاء الله بإذن الله أتمنى أكون أفدتكم شرحت بسرعة عشان أنا عايز أدي أكبر قدر ممكن من المعلومات حلت نسبة كبيرة أحاول إن شاء الله نازلها لكم أي سؤال أي استفسار يا شباب أنا معاكم أي حاجة محتاجة تفصيل ممكن تجيب على فيديوهات المنهة كله أنا أشرح المنهة كله على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر